وبشبابك احتفظنا باسمنا دي مش مجرد كلمات في نشيد الاهل التاريخي ده كلام يصلح في الماضي والمستقبل وضروري في الحال الاهل النهاردة بشبابه قدر يتفوق ويكسب ويزهر قوته الطبيعية شباب الاهل يمكن خطوة اتأخرت بس في كل الاحوال ممكن ظهرهم دلوقتي بالشكل ده يبقى اكبر مكسب في الموسب والسنين جاية حيوية وروح وقلب النادي الاهلي اللي انجازاته وبطراته كان الركيزة الاساسية فيها دايما اولاد النادي الاهلي نجح بشبابه بغض النظر عن الفوز والنتيجة امام الاتحاد علشان حتى لو تعصر الاهلي في المباريات القادمة برضو هيتمع اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة سهلة سهلة اهي سهلة اهي شباب النادي الاهلي أبناء النادي الاهلي ابناء النادي الاهلي اللي على مدار تاريخه ابناءه هم كانوا الركيزة الاساسية وكانوا سبب مباشر واساسي في فوزه ببطولات كثيرة وانجازات عديدة سهلة هجماعة فيه شباب في الاندية دي كتير بصراحة شديدة زي ما شفت النهاردة احسن من الاسماء الكبيرة الكبيرة سمعة مش اداءا الكبيرة سمعة اللي موجودة في الاهلي والزمالي كل اسماعيل والمصر وباقي الاندية هتقول لي يعني انت كده بتهاجم اللعيبة الكبيرة اللي في الاهلي لا طبعا لا طبعا ما هو اللعيبة الكبيرة دي برضو اللي عملت انجازات عظيمة واستثنائية في تاريخ النادي الاهلي بس مفيش مانع مفيش مانع دي خلوها العادة يعني لو لعيب كبير عندي عنده هبوط في المستوى اشوف البديل بتاعه من الشباب اللي عندي لو عندي لعيب اصلا من اللعيبة الكبيرة عنده بقى مستوى غير جيد محمد اشرف زيير ايصر والاهلي كان يعاني لفترات طويلة من سؤال مين بديل علي معلول في الجانب الايصر او بمركز الزيير ايصر في النادي الاهلي محمود وحيد لم يوفق بصراحة سنوات بقى له سنوات في النادي الاهلي ولم يظهر بشكل كبير ولم ينتهز اي فرصة خده اي من اشرف يعني اتثبت اكتر في مركز السنتر باك او المدافع فده من الاهلي كان يبحث عن زهير ايصر ما هو ما هو الراجل عنده يعني حاجات حلوة محمد اشرف احمد سيد غريب مهاجم واحمد سيد غريب تحديدا الاهلي المباريات الماضية كان بيلعب بحسام حسن فقط مهاجم ومعندوش بديل لما كان شريف مصاب وبرسيته مصاب ملوش بديل ما تصعد احمد سيد غريب حطه حتى على الدكة خليه معاك خاصة انه هو موهوب ليه لأه ليه لأه ماشي زياد طارق موهبة موهبة ومحتاجة سكر طيب في نقطتين مهمتين اول نقطة انه اللعبين الشباب دول النهاردة عملوا مباراة كبيرة هل ده معناه ان من الضرورة او بالضرورة المباراة اللي جاي هيعملوا مباراة كبيرة ممكن يخسروا وممكن يقدوا بشكل مش كويس هتقول لي ما انت كنت رسي بتقول عليهم لعيبة عظيمة وهي لا لا لعيبة مبشرة لعيبة مبشرة يعني ممكن يكملوا على نفس المستوى ممكن يبقى عندهم ثابات في المستوى ويتقلقوا اكتر كمان الفترات اللي جاية والحاجة التانية ممكن يبقى عندهم التفاوت عند معظم اللاعبين المصريين يلعبوا مباراة كويسة المباراة اللي بعدها مش كويسة يلعبوا مباراة كويسة اللي لعبوا مباراة مش كويس طيب ده هتوقف على ايه هتوقف على مدرب هنا بقى دور سوارش انه يشتغل معاهم فرديا يشتغل معاهم تكتكيا يطور من ادائهم زي ما حصل من فريرة في الزمالك لما طور لعبين شباب مميزين في نادي الزمالك وخلاهم وكأنهم بلعبوا بقالهم فترة السوارش هيعمل ده وممكن يكون عمل ده في التدريبات وممكن يكون يشتغل على دور تشكيل العبية دي ظهرت بشكل كويسة النهاردة وممكن يشتغل اكتر طبعا ولازم يشتغل اكتر الفترة اللي جاي دي نقطة دي نقطة اللي جاي بقى في النادي الاهلي لازم يكون في حسابات مهمة اول الحسابات دي في رأيي كويسة انا هفتحها بخصوص ان الاهلي النهاردة كسبان وفائز عادة الجمهور بيدغط ولازم ييدغط الجمهور عايز مكسب على طول الجمهور عايز بطولات على طول الادارة نفسها بتضغط على الجهاز الفني واللعبين اكسبوا على طول وعايزين بطولات على طول وده برضو صح وعادي في بعض الاوقات لما تلاقي انت ظروفك صعبة لما تلاقي ظروفك صعبة من اصابات وضغط المباريات وارهاك لعبين وغيابات وخلافه لازم تنزل بالضغط لازم تقلله النهاردة الأهلي ظهر بمستوى كويس مش بس عشان اللعبين الشباب شاركوا في المباراة عشان الأهلي تخلص من ضغط البطولة تخلص خلاص أنا كده كده هلعب بلعبين الشباب ده معناه رسالة واضحة إنه خلاص الدوري بعيد عني وده اللي قاله النهاردة سوارش في المؤتمر السعاف لما قالك الدوري صعب الموسم ده خلاص إنه هنكسبه فتخلص الأهلي من ضغط فبدأ يبدع فبدأ يطأ الله هتبدأ الإصابات إيهل خد بالك إنه الإصابات صحيحة ممكن يبقى ليها جزء منها عامل ضغط المباريات والأمور البدنية بس لازم تبقى عارف إنه الضغط النفسي وده مش كلام يعني ده كلام الأطباء الضغط النفسي يجيب إصابات عضلية واللعيبة كانت مرهقة نفسيا جدا أكتر منها بدنيا ضغط طول الوقت ضغط خلص بطولة تكسب بطولة تانية ده قدرك عشان بتلعب في الأهلي ده قدرك طبيعي يعني بس كان لازم الأهلي في وقت من الأوقات الفترة دي يتخلص من ضغط عشان كده كان قرار حكيم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي لما قرر إشراك اللعبين الشباب وإنه يريح اللعبين اللي استهلكوا تماما تماما آه حمد فتحي وعلي معلول ومحمد الشناوي وكان عمر السورية أصلا تصاب فيه لعبين خلصوا خلصوا مش قادرين وبصراحة شديدة برضو أنا شايف إنه القرار نسبيا بتاع الشاب ده تأخر ليه؟ إنه إنت لما بتيجي تلعب بالأسماء اللي أنا قلتها دي إنت بتلعب بيهم في الملعب أسماء بس هم مش قادرين مجرد أسماء هم غصبا عنهم مش قادرين مش بقول إن هم أسروا بس هم حقيقي كنت تتفرج على المباراة مش قادرين لأ يبقى واحد لاعب شاب ما عندوش خبرات تاخد المخاطرة بيه وتلعبه أحسن ما تلعب لاعب هو في الملعب مجرد أسماء عشان مش هيدا لدي حاجة وهو مش قادر عموما لأهلي خد القرار الصحيح لعب الشباب رأيي مش نصيحتي رأيي للجماهير وللإدارة الصبر بقى عشان المباراة اللي جاية لو الأهلي لعب وحش هيقول لك إيه الحق الأهلي ما عندوش شباب وشباب النادي الأهلي مش كويسين لا لا خالص في المرحلة دي أنت محتاج الصبر هيحصل التفاوض شوية في المستوى هتلاقي بعض الأخطاء أحيانا هتلاقي حاجات مش منطقية بتحصل كل ده شغل المدير الفني والجهاز الفني طور بقى عشان الأهلي يخش الموسم الجديد الموسم الجديد وكأنه اشترى اتنين تلاتة لعيبة جداد ده لو طلع باتنين لعيبة بس من مجموعة الشباب دول من الموسم ده استفاد منهم من الموسم اللي جاي بقى الأهلي كسبان لعب شاب فري ببلاش مش بتدفع فيه فلوسك كتيرة والأهم والأهم كلام ده ينطبك على الأهلي وعلى الزمالك وعلى أي فرقة جمهرية أو أي فرقة عموما يعني فكرة أبناء النادي هتقولك لشهاية وأبناء النادي ما هو فيه الأهلي برضو خالب بطرات قبل كده من اللاعبين مش بأبناء النادي لا لا هتلاقي النادي الأهلي هو بياخد بطرات أو الزمالك بياخد بطرات لازم يبقى فيه لعيبة بين أبناء النادي الروح بقى الحماس الفكرة فكرة الانتصار طول الوقت ما أخد بالك فيه لعيب أنت مثلا بتشتري من نادي سين وفقدر يلعب في نادي سين ده سينين طويلة مع نادي سين ده هو ما كانش مطالب أنه يكسب بطولة هو ما كانش مطالب أنه يكسب مباريات طول الوقت هو لو كسب أربع مباريات وخسر اتنين وتعادل اتنين يبقى في نادي عامل إنجاز لكن في الأهلي أو الزمالك ده مش إنجاز بتكسب في الثمان مباريات ثمان مباريات فبيجي لك بقى وهو ايه مشكلة لما أخسر ايه مشكلة لما تعادل ما نكسبت أربع خمس مباريات عشان كده الجملة دي سمعتها كتير الفترة اللي فاتت من لعبينه أجهزة فنية وخلافه ما احنا كسبنا كتير ما هو قدر الأهلي وقدر الزمالك عشان خاطر جماهيرهم إنك لازم تكسب طول الوقت مش تكسب كتير فكز بقى في الجملة دي تكسب طول الوقت مش تكسب كتير فرق كبير قوي تكسب كتير آه والأهلي طبعا كسب كتير بس جميع النادي الأهلي تطلب من الأهلي دايما إنه يكسب طول الوقت مش يكسب بس كتير وده هيحصل بشباب النادي الأهلي بشباب النادي الأهلي خطوة موفقة عجبني جداً أحمد سيد غريب وعجبني جداً زياد طريق هتشوف الأهداف دلوقتي والأهداف رائع جداً خدفة أحمد سيد غريب التالت مش سهلة عشان أولاً التحرك زاكي جداً كسر التسلل زاكي جداً إنه يستنى الكرة في ارتفاع معين ويوجهها قبل ما تنزل يسخب بالك ممكن تنزل يسلمها بسدره يحاول يشوتها برجله تطلع عالي إحنا شوفنا الكلام ده حتى في الأهل الفترات اللي فاتت كرات سهلة ومش طبعية ضيع فهو أحسسك إنها سهلة رغم إن السهل كان بيضيع لا لا استنى ارتفاع معين حطها ووجهها بشكل معين هايل خدوا بالكم النهاردة أكبر مكاسب النادي الأهل في شبابه اللي التواجده في المباراة في رأيي أحمد سيد غريب رقم واحد يجي بعد كده محمد أشرف الليفت باك أو الباكليفت ويجي تالت واحد زياد طول لازم الأهل يشتغل عليهم ويزود كمان ويزود شباب تانيين حلو حلو خد بالك هو ده حلو ليه بقى حلو لما شوف أربع خمس الشباب بيلعبوا في الأهل وبيتقلقوا وفي الزمالك زيهم هتطمن على منتخم مصر هتطمن على الراجل اللي بيبقعد في المدرجات فيتوريا وهو بيبص دايما وبكرر على اللاعبين الشباب هو راجل عينه بتيجي على الشباب فهنا هنتخيل أو نتوقع إنه منتخم مصر الأيام اللي جاية أو الشهور اللي جاية أو السنين اللي جاية الشكل بتاعه يختلف منتخد بالك منتخم مصر اللي انت بتعاني معاه أو زعلان منه أو زعلان من النتائجه في الفتات الأخيرة هو ماشي على جيل بقاله ست سبع سنين وفي الست سبع سنين ما كانش فيهم نجاحات مدهشة بس ما فيش حسن منهم فعلا طيب بيطلع عليها ناس تانية جبعة جديدة ناس تانية الراجل يعرف يختار منهم عشان لما تطلع ناس جديدة بفكر مختلف بمهارات مختلفة ساعتها شكل المنتخب هيختلف لكن لو نفس الأسماء ونفس الوشوش المنتخب مش هيختلف احنا كلنا كسبانين كسبانين من اللي بيحصل في الأهلي ومن قبله في نادي الزمالك ده فيما يخص نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد النهاردة الاتحاد يعني يعاني 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 جدا كمان وكابتن عماد النحاس النهاردة بعد المباراة يعني انتقد لعبيه وقال إنه فيه لعبين مش عارفين قيمة نادي الاتحاد وتكلم أو ألمح لفكرة الرحيل عن نادي الاتحاد وقال إنه هو حاول يعتذر أكتر من مرة الأسبوع الماضي عن تدريب الفريق عشان الظروف اللي حصل ونتاج اللي حصل بس قال برضو إن الوقت صعب عشان كده مرضيش يسيب الفريق وقال إنه سايب الأمور لمجلس الإدارة هو كان حابب بس يمشي بإحترام قال لما الجمهور الاتحاد هتف ضد الفريق وضده حاول يعتذل لهم ويقول لهم يعني إن اللي جاي ممكن يبقى أحسن الاتحاد حالته مش حلو بصراحة كابتن عماد النحاس مدرب كبير نعم عنده لعبين جايدين نعم بس الحالة بتاعت الاتحاد والنتاج للاتحاد في الفترة الأخيرة مش جاية ده بالنسبة لكابتن عماد النحاس نحاة تانية ريكاردو شوارش المدير الفني للنادي الأهلي تحدث عن الظروف وقال إنه كان فيه أخطاء في النادي الأهلي للفترة اللي فاتت في الفريق وقال إنه كان مدرب لازم يدافع عن لعبيه قال إن الأمور الفترة اللي جايها هتتحسن وقال إنه القرار كان صحيح إن مشاركة الشباب في الفترة ديت وقال إنه الكلام ده رفع الضغوط علينا الفترة دي هاتوا بقى سوارش نعم بكلم على سوارش الكابتن عماد النحاس كلمنا عنه كتير طيب ده عن سوارش وكلامه حكيم وكلامه زكي وكلامه محترم جدا ومرة ألف مرة مليون الحكم على سوارش دلوقتي حكمه وبكر راجل اللي اشتغل في ظروف صعبة وظروف يعني يعني ضاغطة لأي مدرب لازم ياخد فرصته ولازم الصبر عليه لازم حتى يجي يقول لي أنه آخر الموسم سوارش يمشي ما فيش الكلام ده هو لا يتحمل أي شيء هو لا يتحمل أي شيء النهاردة منتخب مصر للشباب اللي عمل بطورة في كأس العرب بطورة رائعة جدا رائعة جدا وشفنا فيها مواهب وشفنا فيها كرة حلوة وشفنا فيها نتائج عظيمة جدا تحديدا أمام المنتخب المغرب والمنتخب الجزائي لعب النهاردة المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي اللي هو منتخب محترم جدا أيضا مباراة كانت رائعة جدا من المنتخب المصري وأيضا من المنتخب السعودي وخلست في الوقت الأصلي واحد واحد وللأسف خسرنا في الآخر برقلات الترجيح 5-3 مليون مبروك إن شاء الله تكون نواة عظيم لمنتخب مصر في المستقبل ده هدف أصلا منتخبات الشباب عشان بس أكون واضح قدام حضراتكم يعني الراجل كابتن محمود جابر دلوقتي وهو بيشتغل مع منتخب الشباب هو مش المفروض وأكيد هو بيفكر في كده مش الهدف الأساسي والرئيسي إن احنا نحصد بطولات منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي لا احنا بنجهز أجيال للمنتخب الأول وهو ده اللي عامله بصراحة الكابتن محمود جابر إنه مجهز حقيقي جيل محترم للمنتخب الأول وهو ده اللي نهني عليه ومش لحكاية حكاية بطولة كابتن الكبير كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخبنا المصر للشباب معايا عبر الهاتف يا فندم صباح الخير ومليون مبروك اللي كنت لسه بقوله دلوقتي ده ربنا الحمد لله طبعا على كل شيء ربنا نخلي عبرتك الكلام الجميل ولكن احنا بقول الحمد لله على كل شيء نفرح الناس نفرح الشعب المصر كله احنا فرحانين بص كابتن محمود عشان أقولك حاجة أنا راجل متابع جايد لجميع المصرين ومتابع جايد للسوشيال ميديا الناس فرحانة بالجيل والناس ما كانتش مفارق معها البطولة على قد ما نشوف لعيبة حلوة مستقبل لمنتخب مصر وهو ده اللي احنا شفناه النهاردة وعلى مدار البطولة فعشان كده الناس مش زعلانة منكم بالعكس هي مبسوطة من حضرتك ومن الجهاز الفني ومن كل اللعبين احقاك للحق يعني الحمد لله والله الحمد لله برضو احنا ما كانش فيه نصيبه برضو حتة الفوز بطنبرة زي ده وبطولة بترفع المعنويات أكتر وبطولة يعني بتزيد للولاد ثقة في نفسهم ولكن عزا أنا الوحيد ان الولاد عملوا اللي عليهم قتلوا بشكل كبير جدا من أول ثانية في البطولة الآخر ثانية أدوا عداء الحمد لله الجميع شاهد لهم نتمنى ان شاء الله بإذن الله الفترة القادمة بإذن الله نعمل حاجة برضو تبسط الناس وترضيهم ان شاء الله ان شاء الله عدد كبير من اللعيبة تعلقت في هذه البطولة كابتر محمود ولما بوص على قائمة منتخب مصر للشباب بشوف تقريبا من كل الفرق اللي موجودة في مصر أو في الدولة المصري موجود لعبين فيه المنتخب الشباب واضح انه البحث والتدوير على اللاعبين المميزين في المنتخب ده كان فيه مجود كبير جدا كابتر محمود والله الحمد لله بنعرف ان فيه العيب كويس في مكان بنجيبه نشوفه أو بنروح احنا نشوفه بجانب طبعا برقات الدور الدور الجامعورية وبندله فرصة والله اللي بيتمسك بالفرصة بتاعته وبيزبط نفسه وبنحس انه بإضافة للفريق بنضمه على طول ان نتأخرش ان احنا نضمه عشان كده تلاقي عندنا العيبة من عارف كل أنا كل بطولة عندي ما لا يطلع عن خمس أو ست وجوه جديدة بضمهم وبيلعبوا فيهم ثلاثة اربعة بيلعبوا بشكل اساسي وبيزبط وجودهم ولكن هي اهم حاجة ان شاء الله يكون برضو بلادي عندها دافع كويس وللاستمرارية في هذا المستوى ها يبقى فيه منافسة صعبة بينهم على مين يحتل مركزه مع المنتخب ومين يكون متواجد مع المنتخب بفترة القادمة ان شاء الله أنا عارف ان فيتوريا تواصل معك واتكلم معك عن منتخب الشباب هو رجل بيحب اللعبين الشباب دايما يحب يفرج على اللعبين الشباب ويضم اللعبين الشباب كان قالك ايه على المنتخب شجعك ازاي خلال البطولة والله مبسوط جدا من اداء الفريق وكلم اللعيبة على فكرة برضو عملنا في دي كل وكده وكلم اللعيبة كمان ودهم رسالة واللعيبة كانت مبسوطة جدا جدا مبسوطين هو بيتابعهم وكله حس بالامل انه ممكن يبقى له فرصة ان شاء الله بس ولكن الفرصة دي مش هتيجي لللعيب لاندمام المنتخب الا اذا بدأ يلعب في ندي وده اللي انا بتمنى الفتر القادم قالوم يا كابتن محمود نص قالوم ايه يعني شجعه قالوم انك عملت حاجة كويسة ولكن مش كل حاجة عملت حاجة كويسة ولكن اهم حاجة هي المصر هي المصر القادم ان شاء الله لازم تترجموا الحاجات الكويسة اللي انت عملتها الفتر اللي شاكد اداءكو في المصر اللي جاي وتمنى له بالتوفيق هو ده اللي قاله بالزلط اتكلم معك عن لعيبة معينة في المنتخب يا كابتن محمود لا 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 ما اجلش بلعيبة معينة اهو كانت برضو مكالمة في جيكول وكده كان بيدعم بيدعم وبدعم وبيدعم وقال انا ابتدى كويسة ودي حاجة كويسة حاجة كويسة خلال خلال بطولة كابتن محمود هل سمعنا يعني اخبار انه لعبين جالهم قد احتراف في عن ده بتكلمهم ده يبقى من اسمع الكلام ده في بطولات منتخبات الشباب هل ده كان واقع حقيقي وهل اثر على بعض اللاعبين ولا ما كانش فيه اصلا الكلام ده لا والله انا اول مرة سمع الكلام ده اول مرة سمع المحب كان جالوا فيها العيبة جاءت لها عروض او حاجة لا يعني انا مثلا اريخ خبر انه عارضن رفض خليل جالوا عارض من البرتغال لا 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 الكلام ده الحمد لله رب العالمين يمكن احنا كنا قفلين كويسة اوعى العيبة اللاعبة كانت مركزة ما شاء الله يعني العيبة رجالة فعلا كانوا مركزين بشكل كبير جدا جدا في البطولة كان نفسهم ياخدوا البطولة ما كانش فيه حاجة شغلهم خالص خالص غير المباريات البطولة و احنا يعني ما كانش عندنا وقت احنا نخلص تمرين من محاضر الفيديو نخلص محاضر الفيديو اجتماع مع اليوم مشهور لا يعني الحمد لله الحاجة دي ما كانت شغلهم خالص الحمد لله حتى احنا كان التلفونات معانا باستمرار بتاعتهم التلفونات بياخدوا وقت معين وبينلمها قبل ما ينام وكده يعني ما اعتقدش ان كان فيه حاجات من بتشغيلهم يعني وكده انما هم كان عندهم بطولة بيعرضوا نفسهم زي اي حد يعني اكيد الناس بتعبوا على البطولة ودي بطولة عارض لللعيبة والاندية والاندية بتتفرج على المباريات ومن حق اي حد انه يطلب لعيب بس اهم حاجة عن الطريق القنوات الرسمية صحية صحية من اللعيبة اللافتت النظر جدا في بالنسبة للجميع المصرية انت طبعا المنتخب بالنسبة لك كله كان هايل واحنا برضو المنتخب بالنسبة لنا كله كان هايل بس صلاح باشا تقلق وابدع والنهاردة سجل هدف حلو قوي فكان النهاردة الناس كلها بتتكلم عنه على السوشيال ميديا وبتتكلم عن اداءه المميز ما شاء الله طبعا هو صلاح بدأ معنا البطولة اول ماتش طبعا هو كان جاي بقاله اخر خمس ست يام قبل ما ييجي ما كانش متمرن كان عندهم اجازات وكده فجي جاهز معنا من خلال البطولة الحمد لله دي مالو لعب التدريج برضو لعب الماتش الاولاني جزء لعب الماتش التاني رايحنا الماتش التالت شارك ماتش المغرب في الشهد التاني ومن ببيته كان احرز هدف كان موفق فيه بعد كده لعب اعتقد لعب في حدود ساعة ساعة وشوية النهاردة ما شاء الله لعب ماتش كامل و15 دقيقة يعني لعب 105 دقيقة فالحمد لله برضو بدنيا ما كانش جاهز اوه بدأ الحمد لله يجهز من خلال البطولة ونهي البطولة بشكل كويس اوه الحمد لله لما حركت قعد بقى مع لعب زي صلاح باشا وتتكلم معاه وهو بيتكلم معاه كابت المحمود ما بين دايما انه يكمل رحلت احترافه الاوروبية وما بين كلام عن عودته للدوري المصري بتنسحه بايه لا بالنسبة لصلاح صلاح بدأ كان من السنة اللي فاتت بيدخل مع الفريق يعني بيتمرن فوق وبيدخل مع الفريق الاول سنة فاتت بحل ماتش وماتشين كان في القائمة بتاع الفريق الاول لا فطالما بدأ يحط رجله كده لا لازم يكمل يعني نصحه لازم يكمل طالما بقى قريب من الفريق الاول طبعا المباريات هناك والتدريبات هناك بتبقى مختلفة عن منا هنا برضو شوية فدي بتديه سيبرال عكس لو بيلعب مع الفئات السنية هناك لو بيلعب مع الفئات السنية اللي هناك وجات له حاجة خارج ايطاليا يلعب مع الفريق الاول لا هنصحه يروح يلعب مع الفريق الاول انما هو مصطف ترجل كويس مع الفريق الاول الحمد لله طبعا عقلية اللاعب نفسه اللي انت أكيد عارفها كويس عقلية اللاعب عايز يكمل طريقه في أوروبا ولا ممكن ييجي مصر عارف انت بيبقى فيه لعيبة كده تبقى انت عارف لا 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 عقليةه ما شاء الله هيكمل إن شاء الله وهيبقى المستقبل كويس أوه إن شاء الله يا رب يا رب نحب نشوف أكثر من محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النيني ودائما الأجياء العظيمة دي من منتخبات الشباب هي اللي بتطلعيها لعيبة عظيمة كابتل محمود جابر المدير الفاني المنتخب في مصر الشباب أرى بشكل حلق شكرا جزيلا ومرة أخرى مرة أخرى أنا بهنيك على إنك عامل منتخب محترم وفيه نقطة يا جماعة وديه نقطة قبل ما نروح للأهداف بتاعة مباراة اليوم بين مصر وصلاح عشان صلاح باشا سجل هدف رائع جدا بس فيه نقطة بتغيب عننا منتخبات الشباب والمنتخب الأوليمبي ممكن الأوليمبي شوية بنبقى عايزينه رائع أو يعمل نتائج كويس تحديدا في الأوليمبيات بس المنتخبات الأعمار السنية الأقالم المنتخب الأول الهدف منها الأساسي الأساسي والأول وربما الأوحد المفروض إنه هم يطلعوا لعبين للمنتخب الأول يطلعوا أجيال جديدة للمنتخب الأول بلاش تحشر في فكرة إنه منتخب النشقين خسر بطولة منتخب الشباب خسر بطولة منتخب الأوليمبي مش عارف ما عملش إيه في الأولمبياد بص المهم بالنسبة لي إنه يطلع على عيبة كويسة من الأجيال دي للمنتخب الأول صحيح صحيح فوز اللاعب ببطولة في المراحل العمرية دي بتخليه طول الوقت فاهم وعارف يعني إيه فكرة إنك تاخد بطولة فلما يطلع على المنتخب الأول يبع عنده الثقافة دي بس ده ما يمنعش أبدا إن في منتخبات كبيرة في العالم هتلاقيها سيئة جدا على مستوى منتخبات الشباب سيئة جدا ولم تيه بقى على المنتخب الأول تريدون لقى حاجة تانية خالص على فكرة إنجلترا مثلا مش من المنتخبات الكبيرة على مستوى منتخبات الشباب مش هتلاقي إنجلترا عائدات تانية دي هولندا نفس القصة شوية برازيل والأجنطين يعني شوية هتلاقيهم كويسين بس يهون انتخبات كبيرة جدا كبيرة جدا على مستوى منتخبات الشباب مش هتلاقيها تعالي بقى على المنتخب الأول نار ليه هو بيجاهز هو تحت عمالي جاهز انا شارق معايا اللي بيحصل طاحت مين بيكسب ومين بيخسر انا فارق معايا ان انا يطلع لي خمس ست لعيبة من كل ييل للمنتخب الاول افضل ادعم بيه وانا ماشي فالنهار ده محدش يزعل احنا عندنا بزرة حلوة للمنتخب الاول بزرة حلوة لسه طبعا محتاجين شغل ومحتاجين لعبه وقسين في فرقهم ومحتاجين يحافظوا على نفسهم ومحتاجين تطوير ومحتاجين حيات كتير بس البزرة شكلها حلو ومنتخب رائع في معظم المباراة ان لم تكن في كل المباراة بما فيها مباراة اليوم قدام المنتخب السعودي صحيح خسارة في النهائي بس احنا كذبانين كذبانين جيل محترم جدا فبهنيك بصراحة حبيب يا كابتن اول حاجة احب بشكر حضرتك على ديوفي مع برنامج حضرتك ده شرفني احب بشكر طبعا اولا الجمهور المصري ويعني الجمهور على رأسنا واحنا الحمد لله نأدينا بشكل قويس بس رجالات الترجيح طبعا ما حصلش نصيب والجهاز الفني والنعيبة كلها ويحنا يعني شغالين جامل جدا وكان ادابنا ان احنا ناخد البطولة بس ما حصلش نصيب يعني الحمد لله بس الاداء في المجمل في معظم المباراة كان اداء رائع كابتن عبد الرحمن انا شوفت مباراة المغرب والجزائر تحديدا كان الاداء ممتاز فيهم النهاردة كمان الاداء تحديدا في الشهو التاني كان رائع جدا لولا سوء الحظ في ضرابات الترجيح كان الامور ممكن يبقى انتوا البطل ولكن زي ما قلتلك البطولة بالنسبة لنا ان احنا نكسب جيل محترم زيك وزي باقي اللاعبين ايه المباراة اللي بالنسبة لك كانت الاصعب في هذه البطولة والله وما فيش مباراة كتسهلة كان طبعا البطولة بنشترك فيها منتخبات كبيرة جدا وكان كل مباراة صعبة طبعا بس احنا كان هدفنا كان واحد في كل مباراة هو المكسب يعني وحتى مباراة السعادية الاخيرة كان هدفنا المكسب بس محصلش نصيف رغلات الترجيح يعني الحمد لله الحمد لله انت بترعب الوقت يفادي دايقلا مزبوط اه مكمل معاهم الموسم اللي جاي ولا هنشوفها في اوروبا والله في عروض اه يعني في خبال البطولة كالجات بس ما كان سبقنا كل حاجة يعني كان بعد البطولة اه ان شاء الله اه لما نرجع مصر في عروض يعني في مصر وفي بره مصر جايلة فترات معايشة يعني بس اه لسه ما اعرفش فين انت بقى بتفضل ايه تبقى في جوة مصر ولا بره مصر اه طبعا الاحتراف طبعا اول حاجة يعني بفضل اه اه لو سمحت يعني لو سمحت احنا بنترجاك تحترف بره في اوروبا عايزين نشوف محمد صلاح ونشوف لعيبة زي محمد انني ومحمود ريزيجي كتير فلو جالك عرض في اوروبا مش قوي يعني اقباله برضو واحنا وراك ونفضل نساندك ان شاء الله بإذن الله والله احنا كلنا هنا يعني اللعيبة على اعلى مستوى صح وقدت بشكل كويس والله واحنا يعني يمكن على الاداء رديل اللعيبة رديل على نفسنا وعشان احنا ما نخلناش بنقطة عارق والله في كل ما بس الحمد لله ما حصلش نصيب لا بس الاداء رائع والاداء مميز جدا عرض اللي من مصر فيها اهل وزمالك اه في اهل وزمالك الاتنين ولا واحد منهم لا لا في الاتنين بس لسه التانية معه شفائي اهل وزمالك يلا عموان كل التوفيق سواء كنتم موجود في الاهل كنتم موجود في الزمالك ولو كنتم موجود في اوروبا وحنا نفضل دايما لعبتنا المصيرين موجودين في اوروبا هنبقى وراك وفي ظهرك بيتوريا لما كلمكم فيديو كول وكلم مع اللاعبين كان قالوك ايه كلمنا والله قبل المطشي بيوم فيديو كول واللي انا كان نكلم من كابتر محمود وقلنا شد حالكه في مباراة السعادية وانه هو متابع من 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 الكزائر وكان مطشي المغرب وكان متابع يعني كل المطشيات وكان اه كان فيه كلام يعني انه هو عينه على الاربع لعيبة بس طبعا كابتر محمود قال لنا اللي احنا مش هنقول ميني الاسامي دلوقتي عشان نركز في البطولة اه محادس يخرج عن تركيزه يعني ان هو يعرف في المنتخب الاول اه محتاجه ولا حاجة فيخرج عن تركيز البطولة اه محادس يخرج عن تركيز البطولة اه محادس صحيح صحيح ان شاء الله رابط بكلكم في المنتخب الاول في القريب العاجل والميزة عندك وعلى ولباقي زمائلك ان انتم معاكم مدرب للمنتخب الاول دلوقتي يحب اللاعبين الشباب يحب اللاعبين الصغيرين فكلكم اكيد بالتأكيد عندكم فرصة المهم الشاطر اللي اعرف يتمسك بالفرصة يعني ان شاء الله ان شاء الله كابتن عبدالرحمن رجدان كابتن منتخب مصر للشباب انا شكرا جزيلا على هذه المداخلة نكمل نكمل اخبارنا النهاردة ابراهيم عادل لعب بيراميز بيفضل خود تجربة الاحتراف الخارجة عن الانتقال للنادي الاهلي في الموسم الجديد انتم عارفين ابراهيم عادل عنده رغبة انه يلعب في النادي الاهلي عنده رغبة انه يلعب في النادي الاهلي بس لو في عرض اوروبي كبير حيروح اوروبا هيحترف فلو سألوه او لما بيسألوه انت يلقى افضل لك هيقولك لا احترف في اوروبا هو عنده عرض مبدأي كده من نادي وجن الانجليزي اللاعب يعني مش عرضي بس يعني النادي ابدأ اهتمام بابراهيم عادل اللاعب موافق على عرض وجن قابل عرض وجن حابب يطلع لاوروبا هم عندهم بعض التحفزات لاها علاقة بالكوة البدنية لللاعب لو بتكلم عن نادي وجن بس دي برضو تعدي حتعد عشان كده اللي قدر اقول لكم دلوقتي ان ابراهيم عادل ما بين الاحتراف الاوروبي في الدول انجليزي او غيره وبين النادي الاهلي طيب ايه اللي كافته تترجح عند ابراهيم عادل لاحتراف الاوروبي ما فيش عرض كويس في الاحتراف الاوروبي فهو عايز يجي النادي الاهلي طيب هل ده معناه انه خلاص يا ابراهيم عادل هيسافر في اوروبا ياما يلعب في النادي الاهلي لا ممكن يبضل في برامدز لو برامدز رفض العروض المقدمة ليه دي رغبات اللاعب بس الاهم من رغبات اللاعب النادي نفسه عايز ايه ده بالنسبة ليه إبراهيم عادل لعب برامدز اللي مرشح لانضمام ليه النادي الأهلي خدوا بقى الحكاية دي خدوا بقى الحكاية دي عشان دي حكاية مهمة جدا وهتكلم فيها معكم شوية حضراتكم طبعا تابعته خلال أيام الماضية فكرة انه مارك كلاتنبرج هيجي مارك كلاتنبرج هيجي رئيس لجنة حكام وكابتن عصام عبد الفتاح لسه رئيس لجنة الحكام كلام ان مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هيجتمع مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام طيب مين يا جماعة رئيس لجنة الحكام مش فاهمين مين يا جماعة اللي هيدين للتحكيم مش عارفين طيب هم اللي اتنا يشتغلوا مع بعض مثلا مش مفهوم عموما اجتماع اللي تقال من اتحاد الكرة ان مارك كلاتنبرج هيقعد مع عص Krank를 فتاح يوم الحد اللي هو النهاردة الاجتماع يتلغى تلغى ليه ان كلاتنبرج رفض انه يقعد الجالسة دي رفض الجالسة ليه زعل مثلا من الكابتن عص souvenir عبد الفتاح وارد وارد يكونو يسل له ان كابتن عصièrement فتاح كان له بعض التصريحات اللي بترفض فيها الشغل مع كلاتنبرج بس الأهم الأكيد أن كلاتنبرج طلب أنه الفترة اللي جاية دي الفترة اللي جاية دي لحد نهاية الموسم يقعد يفرج على المباريات والحكام ويتابع بنفسه معسكراته ويتابع بنفسه تدريباته ويتابع بنفسه حيات كتير أهوش عشان هو اللي يبني قراراته أو أفكاره على حسب رؤيته هو مش عايز يقعد مع حد تحديد الكابتل عسنا وفتاح يقول له والله ده كويس وده وحش وإحنا كده ده الصح وده الغلط لأ هو عايز شوف بعنيه إيه اللي بيحصل وبعد كده ممكن يقعد مع كابتل عسنا وعبد الفتاح طيب إيه الخبر؟ خبر إنه كابتل عسنا وعبد الفتاح مش هيكمل بعد نهاية الموسم وكلاتنبرج هو اللي هيبقى موجود بس طبيعي هند أوبر يعني نقل اختصاصات مش هيحصل دلوقتي وإحنا في آخر الموسم مش هيحصل تسليم والتسلم ده مش يحصل دلوقتي فجأة هيحصل على مدار الأيام اللي جاية عشان كده مش فجأة هتلاقي كلااتنبرج الرئيس لجنة الحكام هي ما بتبقاش كده وده المنطقة والصحيح دي نقطة النقطة التانية النقطة التانية ودي بقى المهمة جدا إنه في مش عايز أقول اختلافات أو حكايات بس في مقاومة لتلاتنبرج حتى في اتحاد الكورة كابتل حازي إمامته حديدا متمسك جدا بالراجل ومتمسك جدا أنه ياخد كل الصلاحيات في بقى مقاومة من بعض أعضاء اتحاد الكورة من رئيس اتحاد الكورة المصري إنه يبقى كابتل عصام باختصاصات كبيرة وهنا نقف وهنا نقف الراجل حازي إمام مع حفظ الألقاب بيدور معانا كلنا عشان كلنا متضايقين من حالة التحكيم كلنا مش بتكلم على أندية بتكلم على كلنا متابعين وإعلام وجماهير وأندية متضايقين عايزين الحالة تبقى أحسن فراح قالك هدولوك على خبير تحكيم أجنبي يجي يطور التحكيم فتحصل مقاومة كبيرة من حكام صابقين وحاليين وناس في اتحاد الكورة للفكرة دي طيب هو يا جماعة يا جماعة الخير ويا ناس يا حلوة يا عظيمة إحنا في مصر إمتى انبسطنا بالتحكيم أو حصل مثلا يعني كبول للتحكيم خد بالك أنه في العادي أنت ما بتمبسطش من التحكيم التحكيم ده من الناس ما بتحبوش في العالم كله ولا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في إطاليا ولا في مصر ولا في السعودي ولا في المغرب ولا في اي حات ليه؟ انه الحكام لو حسبلك ضربة جزاء تمام مش هتقول الحكام حذوين لو اتحسب عليك ضربة جزاء هتقول الحكام وحشين فأنت كده هتقول واحشين بس عمرك ما هتقول حذوين ده في العالم كل مش بس في مصر بس مفيش رضا مفيش قبول ما حادش بيقول مثلا إيه هو فيه أخطاء بس مش كارثية يعني محدش عارف يتكلم بالنبرة هادية الكلام ده عاشين فيه بقى إنا كم سنة سنين قد إيه مش عارف عاد ده طيب خلال السنين اللي فاتت دي مين اللي كان بيدير التحكيم في مصر سين أو صاد بس سين أو صاد وبس سين يمشي يجي صاد صاد يمشي يجي سين سين يمشي تاني يجي صاد صاد يمشي تاني يجي سين باللف النفس اللفة دي بقى إنا سنين حصل حاجة جديدة لا شفنا تطور جديد لا ممكن يكون هما على فاكرة عشكاة قلت سين وصاد ليه ممكن الأشخاص دي نفسها تكون الظروف ما سامحيت لهمش يكون الإمكانيات قليلة يكون فيه تفاصيل تانية معرفوهش بس عموما ما نجحوش مفيش رئيس لجنة حكام في مصر خلال السنوات الماضية ديت تقدر تقول إنه نجح أو كان فيه رضا عليه مفيش مش تجني عليهم ده واقع طيب نطلع بره الصندوق إيه بقى بره الصندوق نجيب خبير أجنبي يمكن يطور التحكيم ليه؟ عشان ممكن هنا أجيلك بعد سنة بعد موسم وقولك لا لا ده كلاتنبرج خدنا ونزل تحت ده كلاتنبرج كان أسوأ من اللي قابليه ده كلاتنبرج عمل مشاكل أكتر من اللي كانوا قابليه ممكن ممكن أقولك بقى ساعتها ده عمل اللي ما كناش نقدر نتخيله ده صلح المنظومة تماما ده عمل حاجات وشفنا معها حاجات ما شفناش قبل كده المخاطرة أو لو اعتبرناها مخاطرة يعني لها فوائد ربما تكون محسوبة وهي أكيد محسوبة بس لازم ناخدها مش هتبدل تقولي الجملة الشهيرة نحن حكامنا بخير يا ألف أهلا ويا ألف سهلا والله محترمين وناس عظيم والله ما فيش تشكيك فيهم بس عندهم أخطاء عندهم مشاكل في التطوير عندهم مشاكل في القانون عندهم مشاكل في مشاكل واضحة نصلحها مش هنخليهم يعتزلوا مش هنستغنع عنهم ونجيب غيرهم نصلح عشان هما ناس محترمة عندهم نزاها كبيرة بس نصلحها عشان خطرهم وعشان خطرنا عشان يبقى عندنا حكام في كاس العالم كلنا هنطلع كاسبانين ليه المقاومة دي ليه المقاومة دي بحس دايما أنه ما تسمى بأسرة التحكيم المصري هي يعني إيه رافضة لفكرة النجاح أو رافضة لفكرة التطوير أو رافضة لفكرة أنه إحنا نتحول من مكانة لمكانة تانية أفضل رافضة طاردة لا معلش أسفين مع كامل الاحترام والله لازم نتطور فالمقاومة اللي بتحصل لحازم إمام لفكرة الحكم الأجنبي لأفكار الراجل مقاومة بصراحة يعني عشان اخترأ ألفاظي مش حلو مقاومة مش حلو مش حلوة ملاش داعش خلونا نجرب احنا جربنا زي ما قتلكم سين وساط شوفناك أربعين مرة سين أوساط سين أوساط ما حصلش جديد طب نجرب حاجة تانية بره خالص بره الصندوق لعل وعسن لعل وعسن الأمور تبقى أحسن نكمل أخبارنا انتحال لأفريقيا الكورد قدر من النهاردة أعلن يوم الحد مشاركة النادي الأهلي والزمالك من مصر في دوري أبطال أفريقيا ودي الأمور تقفلت خلاص فيها وبرامدز وفيوتشار بكونفيدرالية عشانتوا عارفين حالة الجدل اللي كنا عايشين فيها الفترة الماضية برامدز كان متمسك بفكرة أنه يشارك في دوري أبطال أفريقيا النهاردة كيف حسب الأمور وقال لك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبرامدز وفيوتشار في الكونفيدرالية بحسب الموقع الرسمي الكاف تقرأ إعفاء النادي الأهلي وبرامدز من الدوري التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا وفي الكونفيدرالية الأفريقية الزمالك وفيوتشار هلعبوا الدور التمهيدي في نقطة في نقطة لو لو لكم الستة عندية اللي تم إعفاءهم من الدوري التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا عشانا أكلمكم عن النقطة دي الاهلي الوداد التراجي الرجاء وصندوند ومازنبي نصيحتي انه دي الزمالك روح اقدم شكوى دلوقتي ليه انه تصنيف الزمالك ومازنبي واحد وهم اختروا مازنبي انه هو هيتم يعفاهم من الدور التمهيدي والزمالك يلعب دور التمهيدي ليه لما بقول شكوى عشان عايز اعرف ليه يعني الزمالك مش شرط يعني يكسب من الشكوى دي عشان غالبا مش هيتغير الكهارات دي بس بصراحة شديدة يعني الكاف ده متقيل معانا الكاف ده متقيل معانا مع كورة مصرية بشكل عين فرق ومنتخبات فما عدهاش كده وخلاص عرفني ليه انا مش عايز اكتر من الناس عرف ليه عشان لو سوا منطقي خلاص لو سوا مش منطقي لا ازعل واجب ناس تزعل عشان كفاية دلوقتي الزمالك ومازنبي في تصنيف واحد نقاطهم واحدة في التصنيف يعني فالزمالك كان ممكن هو اللي ملعبش الدور التمهيدي في كلام انه مازنبي كان اخر بطولة هو الافضل فممكن عشان كده هو اللي ملعبش الدور التمهيدي وزي ما كيلعب دور التمهيدي انت بتعمل تصنيف تراكمي فما تعملهاش من دماغي يعني ما تخترقش حاجة عشان مازنبي يبقى برا السورة في الدور التمهيدي وارد يكون فيه سبب منطقة انا معرفوش لسه ندور ونشوف بس الزمالك الاول ياخد خطواته واحنا في ظهره خد خطواتك ونقولك انت صحنا من دلوقتي بقولك ان الزمالك صح لو خد الخطوة دي الدور التمهيدي اللي هيلعبه نادي الزمالك في دورة عبطال الافريقى المهم دلوقتي خبر عاجل كابتن اعماد النحاس خلاص اعتذر رسميا عن الاستمرار كمدير فني لنادي الاتحاد أسكندري هو وجهازه المعاون بعد الخصارة اليوم امام النادي الايلي بسلسية دون مقابل مجلس ادارة النادي نادي الاتحاد وافق على اعتذار كابتن اعماد النحاس وجهازه المعاون ومجلس ادارة النادي في حالة الاعتقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد اللي سيقود الفريق في المباراة القادمة أمام النادي الإسماعيلي ليه هتبقى يوم الخميس اللي جاي 11 أغسطس بستاد الإسماعيلية هيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال 24 ساعة قادمة والبيان أمام حضراتكم بيان نادي الاتحاد أسكندري كابتن عماد النحاس مدرب كبير واسم كبير والاتحاد أيضا اسم كبير طبعا في تاريخ الكرة المصرية ولكن الكامية ما مشيتش الحظ ما مشيش التوفيق ما مشيش لا مع كابتن عماد النحاس ولا مع لعاب الاتحاد في هذه الفترة كل التوفيق لكابتن عماد النحاس في مشواره القادم كل التوفيق لاتحاد اسكندري في اختيار مدير فني كوف يعيد الاتحاد لسكة الانتصارات والنتائج الجيدة في الفترة المقبلة نكمل أخبارنا إدارة الكرة بنادي الزمالك بتنتظر لنهاية الموسم الجاري وحسم الفريق اللقب الدوري بشكل رسمي عشان تتكلم مع زيزو بخصوص الشرط الجزائي المنصوص في عقده الشرط الجزائي اللي في عقد أحمد سيد زيزو وقعد ما كان بيتجدد لنادي الزمالك هو 25 مليون جنيه وده رقم قليل جدا طيب 25 مليون جنيه ده يعني ايه تتكلم تقريبا في مليون و 200 ألف دولار ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة لنادي في مصر نوعي يشتريه أو يدفع الشرط الجزائي ويأخذ أحمد سيد زيزو ولا حاجة طبعا لأي نادي في الخليج أو في أوروبا ولا حاجة صراحة اللي عمل العادة ده وقتها أكيد لا يعلم بقيمة زيزو أكيد يعني فالرقم ده الزمالك هيقعد مع زيزو بعد نهاية الموسم ياخده الدوري وهيحاول يعدله الشرط الجزائي ده يكون أزيد من كده عشان الشرط الجزائي ده بسهولة جدا اي نادي ممكن يشتريه زيزو يعني بسهولة طبعا لو هو رغب في ده هو ممكن يكون عايزي كمان في الزمالك حتى لو الشرط لو ما فيه الشرط الجزائي بس الرقم غريب غريب جدا يعني ده فيما يخص زيزو هيحصل ده بعد نهاية الموسم لعبين بقى وقعوا النادي الزمالك نهار ده جاب Lego لعبين وقعوا النادي الزمالك وقعوا النادي الزمالك ايه بشكل مبدائي يعني ايه بشكل مبدائي نادي الزمالك والنادي الآها اللي قم ديها كتير قوي بتمشي توقع مع لعبين يقول لك إيه أنا هوقع مع اللعب الفلان تقول لك شوية وممكن مستوي بقى أحسن بس تضمنوا معايا والله آخر الموسم حسيت إن أنا لقيت لعب أفضل منه هقول له لا خلاص شكرا حبيت النقده يبقى هو وقع لي أولا وأنا اللي لقي الأولوية وأنا اللي همضي معاه فالزمالك وقع مع عدد من اللعبين هقول لكم اللعبة اللي وقع معاهم نادي الزمالك وده مش معناه إنه لازم يكون موجودين الموسم اللي جاي فاهميني الكلام يعني الزمالك بيوقع هل أنا بعد نهاية الموسم همحتاجه ولا مثلا اللعبة الشيارة طلعتها تقلقت وأنا كنت توقعت معاه آه بس ممكن خلاص يعني العقد غير موصل في تحدي الكرة فخلاص الأمور انتهت وهو يشوف مستقبله ويكمل مع فريق اللي بيلعب فيه أو يروح نادي آخر براحته بس زي ما يقول كده إيه ورق الضمان يعني إنه ممكن يبقى موجود معاه تعال أقول لكم اللعبة اللي الزمالك وقع معاه أول لاعب هو مفاجئة المفاجئات محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط للنادي الإسماعيلي من أبرز اللاعبين الذين حصلوا نادي الإسماعيلي على توقعهم في الزمالك على توقعهم في الفترة الأخيرة تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية اللعب خط وسط الفريق في الموسم الجديد خصوصا بعدما أبدأ فريرة المدير الفني إعجابه بقدرات اللعب كما أنه سيكون صفقة انتقال حر نظر انتهاء عقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم انتوا عارفين كان دونجا لعب للزمالك في 2016 في 2016 بعد كان رحل على الفريق وكان أبدأ شوية وتقلق شوية وبعد كده ابتعد والإسابات خديته شوية بعد كان رحل عن الفريق ولكن الزمالك وقع معاه عبدو يحياء لعب غزل المحلة مهاجم فريق غزل المحلة تقلق بشدة في الفترة الأخيرة وحاز على إعجاب الجهاز الفني للزمالك ونجحت إدارة الكرة في الحصول على توقيع لأنه يتوجب على إدارة نادي الزمالك التفاوض مع إدارة غزل المحلة نظر الارتباط اللعب بعقد ما زال مستمرا مع الفريق المحل اللعب اللي بعده جون إبوكا طبعا المهاجم النجيري النادي إنبي حصل الزمالك على توقيعه في الفترة الماضية لكن هناك اتجاه بعدم اتمام الصفقة أو التفاوض مع إنبي خصوصا وأن إدارة نادي الزمالك تبحث عن مهاجمين أفضل منه في المستوى الفني خلال وقت الحالي هو تقلق شوية الزمالك خدت توقيعه وبعد كده يعني تردد بعد كده عبد الكبير الوادي اللعب المغربي الذي تقلق مع فريق سموحة في الموسم الجاري حصل الزمالك على توقيعه بعد أن تم عرضه على فريرة لكن نادي الزمالك في الوقت الحالي قرر تأجيل حسم الصفقة أو التفاوض مع نادي السكنداري ضم اللعب وذلك لحين حسم ملف اللعبين الأجانب بالفريق مصطفى الزناري مدافع فريق طلاع الجيش من أهم اللعبين المطلوبين في نادي الزمالك خلال الموسم الجديد وبالفعل وقع اللعب للفريق لكن حتى الآن يحاول مسؤول نادي الزمالك والوصول إلى اتفاق مع إدارة نادي طلاع الجيش حول ضم اللعب خصوصا وأنه ما زال مرتبطا بعقد ممتد مع فريق الطلاع عمر السيسي لعب خط وسط فريق طلاع الجيش حصل الزمالك أيضا على توقيعه في الأيام الماضية وتبقى الحصول على الموافقة من إدارة نادي طلاع الجيش اللعبين عن الصفقة بشكل رسمي خصوصا وأن نادي الزمالك فتح خطر من المفاوضات منذ فترة للحصول على خدماته محمد بسام حارس مرمى الطلاع نادي الزمالك كان حصل على توقيعه منذ فترة لكن إدارة نادي طلاع الجيش ترفض فكرة التفريط في خدمات اللعب خصوصا وأنها تأمل في المشاركة بالبطولة العربية لكن إدارة نادي الزمالك ما زالت تتمسك بالأمل في موافقة إدارة طلاع الجيش على تمام الصفقة حتى ينضم الحارس للقلع البيضاء ويكون بجوار الحارس محمد عواد أيضا أحمد أيمن منصور مدافع بيرامدز الذي ينتهي بالتعاقده بنهاية الموسم الجاري اتفق مع الزمالك على العودة للقلع البيضاء من جديد وقام بالتوقيع للزمالك في فترة ماضية والإعلان عن الصفقة سيكون بعد نهاية الدولة رغم محاولات بيرامدز يقناع اللاعب بالتجديد دون اللعبين زي ما قلت لكم المرشحين للانضمام لنادي الزمالك الفترة اللي جاية اللي وقع بالفعل النادي الزمالك ولكن هل انتهت المفاوضات هل انتهى التعاقد بشكل رسمي لسه الكلام ده في بعض اللعبين لازم الزمالك يتكلم مع عنديتهم في بعض اللعبين أصلا وقدم خلصت ما عنديتهم والزمالك هو هيبكون صاحب القرار في نهاية الموسم انهم يبقوا موجودين مع الفريق ولا لا هكون معايا ان شاء الله بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن أحمد السيد مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق من التحدث معه في كثير من الأمور خليكم يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونهارني في هذه الفقرة كابتن الكبير كابتن أحمد السيد مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق كابتن أحمد مشرف ومنورك العادي طبعا متشرف بيك يا كريم طبعا أنا بتشرف بوجودي معاك على طول أكبرك إيه الحمد لله قلوه تمام الحمد لله النهاردة مبسوط آه طبعا يعني مفروض مبسوط آه الأداء حلو الأداء حلو والناشئين اللي طلعت دي برضو دي حاجة بس دي برسطتني لأن آه أنا بحب كده من زمان آه أنا الجيل بتاعنا طلعا منه نشئين كتير جدا ودي فرقت مع نادي الأهلي لأن آه برضو مع احترامي اللعاب اللي موجودة في نادي الأهلي اللعاب اللي مترب في نادي الأهلي آه بيبقى عنده دوافع الفوز من صغره من هو صغير واخد على البطولات فانت ما بتيجي تدخله في أي بطولات رسمية سواء في الفرير الأول أو الناشئين يبقى هو خلاص أوريدي متعود على كده صح غير أن ما تجيب حد من برة فهو أوريدي بيقع مسلا بيرعب في نادي في وسط الجدول أو في آخر الجدول فبيصرع الهبوط أو عايز يوعد في المنطقة الدافئة فالموضوع بالنسبة له بيخل له مثلا انترات أربع سنينة أولا ما ياخد على الجاوه في نادي الأهلي صح فدي حاجة كويسة جدا النهاردة النهاردة مين اللي عجبوك النهاردة؟ أنا أحمد سيد غريب أنا لعبت مع والده هو أكبر مني بس أنا كنت بتصعب معاه سيد غريب من المهاجمين اللي كانوا كويسين جدا في الأهلي في رئي الأهلي المهاجم المحطة اللي هو بيعرف تحرك كويس بيلعب معه كويس ممكن عصام حسن شوية شريف بتحرك بين الخطوط شوية صحيح بتحرك كمان كويس آه بتحرك كويس وهو الورد عنه سوقها في نفسه يعني من الجن اللي جابه الهيدرز اللي جابه ده دليل انه هو يعني أي حد ما كان هو في الكرة برافو عليك أي حد هو في كرة كرة تبدو انها سهلة صعبة جدا بس هو اللي سهلة وخليها تباني انها عادية صعبة جدا ان هي هي اول حاجة هو فوضع حركة صح فوضع حركة بطيسة صعبة جدا ان انت فوضع حركة لازم تركش في حاجتين ان انت بتقف ازاي وتحرك الكرة ازاي وتوجيها ازاي طبعا ما توجي الكرة وانت واقف غير وانت بتحرك هديت انهم ان هو مهاجم كويس تحرك نفسه طبعا تحرك كويس جدا لا والجن اللي أولاني ان هو يكمل مع كريم فؤاد ان هو يكمل على الجن يعني كريم اي حد يقولك كريم يحطها في الجن مظبوط ان هو يكمل برضو دي حاجة كويسة ده كريم عنده حلين ان هو يحطها في الجن او يلعب لأحمد هو حطها وهي ونصبها ده خليت في الجن ده خليت أحمد سيد غير يكملها كميلها طبعا واشرف طبعا كويس جدا اه لقيب كويس جدا انا الولاد دول عجبوني من ايام الكاس الرابطة صح وكان لازم بعد كسر الربطة كان لازم الولاد دي كان لازم تاخر الله ينور عليك كان لازم تاخر كيف سأقولك الالي تأخر طبعا تأخر جدا بس هي برضو يعني هي برضو بتاعك مدير فني انا مقدرش اكبر مدير فني وبالذات في النهر الاهلي ان انا ألعب حد برضو المسيماني المسيماني كان بيفكر فيه ان هو على طول يقولك ان الجمهير الاهلي والاهلي عايز مكسب على طول لازم يخليه يلعب بالفريع الكبار ايوما وفي نقطة كابتالي عمد كنت بقوله في المقدمة النهاردة انا مثلا عندي في الملعب عمر السلية هتختلف عليه حمدي فاتح هتختلف عليه علي معلول هتختلف عليه محمد الشنوي هتختلف عليه فيه لعيبة عظيمة جدا في نادي لوهي لحقاية البطلات في الفترات الأخيرة دي بشكل رائع جدا بس اصبحت في الفتر الأخيرة هي مجرد اسماء في الملعب مش عشان هما لعبة وحشة عشان هما انهكوا تماما ومرهقين تماما ايه كويمة انك تلاعب لعيبة عشان اسماءة جبيرة وعمل بطلات قبل كده وهي مش تقدر تضيك في خلاص هو طول ما انت بدنيا مش قادر مش صح تفكر صح بلان اللعبة اللي بطلت ديك هتلاعبت خلاص ما فيه لعبة الوقت يبطلت مهارية كتير جدا مصبوط بس هتقول للعب هو خلاص مش هيقدر هيفكر في حاجة جسمه مش هيقدر يساعده فيها مصبوط لان انت اصرت على حاجتين اصرت على مستوى اللعيبة وبالتالي بتأثر على مستوى منتخب مصر كل اللي احنا فيه ده سواء اداء السيء بتاع الاندية او بتاع في افريقيا او في منتخب مصر بسبب دور الكورونا مهو الغاء دور الكورونا وقتها وانت كنت لاعبه يعني لسه ببطل قريب مهو الغاء دوري ده معناه ايه؟ معناه شركات رعية بتسحب فلوسها من اندية معناه شركات رعية مفيش اندية الاندية معاش فلوس انت كالعيب مش طعف تاخد فلوس كله هيتضرر يعني هو برضو نظرية حلوة انه الغي الدورة عشان اللعيبة كلها تلعب بس عمليا كله هيخسر بس مصلحة عامة لانت برضو ما ينفعش كل واحد يفكر في نفسه ما النادي هيفكر في نفسه ان انا الرعاة مش هديني فلوس بتاعتي والنادي ده هيفكر في نفسه ومي اللي هيتضرر في الاخر؟ منتخب مصر صح وفعلا حصل انت منتخب مصر من دور الكوروناة لحد دلوقتي مفيش اداء خلص معنا انت عندك مجموعة لعبين يكسروا الدنيا في منتخب مصر مفيش مفيش اداء لان اللعيبة برضو قوام المنتخب من الاهل والزمالك اقلو بيتك انا فاكر بعد 2012 لما الدورت لها بعد 2012 في لعيبة بطلت كورة ده في لعيبة كيتموهوبة جدا يعني او كيتمشى بشكل كويس وكان مثلا عمرها متقدم بطل كورة او اكتفوا او مستوام قل او نزل اندية قل فبردو الغاء دوري دي بتبقى هجماعة هي برضو او ممكن شعبها فترة انت في 2012 كانت ثورة فانت كان عندك مشاكل امنية لكن انت بالنسبة لك انت الدوري ده كورونا كانت لحد كم عد شهر خمسة ستة حد ما الدنيا بايت تشتغل ماشي كنت تلغي شهر شهرين وابدا الدورة تانية لكن اللعيبة رايحت كانتش هتلغي الفترة اللي انت الكبير اللي احنا قعدناها في الثورة في النقطة تانية عندك ليها انا دلوقتي عندي لعبين شباب انا اهلي انا زمالك عندها تحديدا الكبيرة دي انا لازم اكون صاحب القرار والمبادرة لأ انا عندي لعبة كويسة ما حضر لك وانت راجل امن من امناه النادي الاهلي انت بتبقى عارف وانت جاهل نادي الاهلي انه لأ انا اكيد فرق شاو عندي عندي لعبة كويسة فانت لو مدرب في النادي الاهلي هتقول لأ انت بتطلعي اتنين تلاتة بقى اخدهم لما عندك مشكلة في الزهير الايصر هتقول لي لا اعتلي واحد من الشباب لما عندك مشكلة في المؤدر الاهلي لعب ثلاثة اواربعة مباريات بحسن حسن لوحده كانش فيه برس تاول امحمد شريف مصابين. تم انطلع احمد سيد غريب على الاقل لحطه عدك. ما هي دي بقى مشكلة مشكلة حتى موجودة في الناد الاهلي وفي الاندية. ان انا مش اي حد المدير الفن عاجزه. انا انا اهدف الناشئين عندي ايه? انا اكسب بطولات. انا اخش اكسب بطولات ناشئين. لا طبعا. الهدف ان انا اعمل ناشئين عشان اطلع ناشئين الفريل الاول. اه 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 كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سريم وكل المجالس السابقة كبتطلع عن ناشئين كتير. لحد رمضان صبحي. وكريم بامبو اخر ناس طلعت. محمود ريزيجي. وبترزيجي. بعد كده انت بقيت تطلعهم على رمضات. بتطلع عن ناشئين. طلع ناشئ يلعب شوية زي زياد اشرف. صح. كل ما بيلعب بيبقى كويس. انا ليه ماديه زياد اشرف. صح. انا ما عنديش منع ان انت ما تدروش لو اللي بيلعب اساسي حسن منه. بس. يعني يقول بقى لا خلاص ده عنده خبرات واللعيب دوت اه جاب معي بطولات قبل كده فهو الاولوية. بس لو اللعيب نفسه مستوأل اسباب بدنية او حتى هو نفسه مستوأل كمهارات. لما تلعب بالشباب. لأ انا اخدها دلوقتي انا مين اللي هستفاد منه على المدى الطويل. انا مسلا طبعا وليد سليمان اخوية وطبعا الراجل احسن واحد دلوقتي فريل اهلي واكتر روح. صح. بس وليد على كلامه ان هو هيبطل اخر السنين دي. اه ده اقرار ده نفس الكلام بالنسب Destياه لأحمد داخله. اناㅠㅠ ممكن يبقى كويس نفس الكلام لأحمد ياسر ريان انا احمد ياسر ريان انا من احمد ياسر ريان اللي بحبهم جدا. صح. وبرضه علي مسالا استفهام ان احمد ياسر ريان مبلغعش النادي. دي احمد ياسم. لا وكلما بيرجع النادي الاهلي بيعيروا او بيعرروا. احمد مهاجم كويس جدا. مهاجم حطة وبتحرك كويس جدا. ومن الفراو ده فعنا انا كنت بلعف المكان ده اللي بيتعبه. يتعبك وانت بتلعب معاه. صح. فلا ليه احمد ميرجعش. فانت لعطمتها النشقين بتاعتك هم اولادي النادي اللي عرفوا قمت النادي. هم. ما احترام العابة اللي مودة. فيش حد بيعرق قيمة اي مكان اللي اولاده. هم. حتى النهاردة في وجود الشباب ووجود الاداء الحلو والنتيجة الحلوة تها سفر. بس شوت التاني شفنا برضو يعني مشاكل دفاعية كبيرة في الاهلي. ورغم ان الخط ده تحديد انت لاته اللي ورغم انت لاته خبرات يعني. هم. ليه دايما الاهلي عنده مشاكل في خط الدفاع عنده. عشان برضو قلت لك قبل كده كنا هنا قلت لك الخط ده الوحيد اللي محتاج انسجام. محتاج اتنين لعبه جان بعد فترة. غير المهاجمين. ممكن لعب اتنين مهاجمين. واحد مسلا بيتحرك واحد محطة. مم. هو كل واحد اللي اقتصاته. مم. لكن المكان ده بالزات لازم اللي اتنين دول يلعبوا مع بعض. عشرة خمستشرة المتش مستمرين. صح. ترايه حتى في اقربة على طول على طول كل المتشات في مانشستر نايتد مانشستر سيتي. البنت الدفاع دول عطول ما بيتغرش. مم. لان المكان ده انت بتلعب على الاخطاء اللي جنبك. انت انا عارف كريم اخطائي وكريم عارف احمد اخط لكن انا ميجي حد جديد. هنقعب بقى لسه بالما اكتشف انا اخطائك. وانت تكتشف اخطائي. صح. ونعرف انت بتتحرك ازاي. انت سريع ولا بطيق. بتاخد وقت. صح. فهدي المشكلة في الدفاع الاهلي. يعني الاصابات كتير اللي بتحصل. وفيه لعب برضو مستوهى قل شوية من الاجهاد. هدي بتخلي طبعا المدرب مش عارف في عامة ديه. صح. فبيلعب كل مطش تلاقي ياسر يلعب مع ايمن. مرة رامي مع ايمن. مرة متولي. مرة عبد المنعم. م برضو. مش عمرهم يلعب مع بعض كويس. طول مهمة. مفيش انسجام. مفيش انسجام. ده المكان ده كان بيستمانه وجزيه قلنا. كان عطول حتى المكان ده عطول لما بيلاعب حد فيه. بيقعد فترة. بيسبت حد. صح. ما بيحبش يغير. اه. الا بقى حد مستوى الاصابات. صح. لكن ما يرفش فيه تغير عطول. صورش. الفترة اللي فاتت دي كلها. بدأ الناس تقيم. وبدأ الناس تقول لك لأ ماينفعش يتقيم. انت مع فكرة انك تقيمه دلوقتي تقدرت تشوف م ماينفعش انه خارج التقييم دلوقتي. لا طبعا ماينفعش تقيمه. اه. انا اقيمه على اساس ايه. انا اقيمه على اساس اني فرقة زي ما انت قلت فرقة مجهدة. صح. فرقة بقى لها ثلاث سنين بتلعب كل البطولات ومجهدة. اصابات كتير. اصابات كتير. اه مش متعرف على الفرقة طبعا هو هو جاي في تقيمه طبعا انا شايف انه هو كنت معاك هنا. قلت المسيماني لازم كان يرحل الاخر المسيم. اه. ماينفعش المسيماني يمشي في المسيم. سلنادي اللي شفت اول ماتش. الراجل ماسك ورقة بيشوف اسميع اللعيبة منها مش عارف اسميع اللعيبة. انت هتعرف ازاي. وبعدين. جاي في وقت الدوري فيه مضغوط بيلعب كل تلات يام ماتش. الراجل هيرحل يمرن امتى. صح. انت انت بتلعب يوم النهاردة. بترايح بكرة. اليوم اللي بعده تعمل استشفى. وبتلعب الماتش تاني يوم بعدها. طب هو يلحق. هيبدأ امتى يحط اسلوبه هيبدأ افرد اسلوبه امتى على العيب. مفيش تمرين. مظبوط. فهتبقى صعبة شوية هالطاقة انه سوريش هيكمل مع الاهلي. ولا هونك تشوفه خارج الاهلي في اخير. حسب نتائجه. لأ ما حسبش دلوقتي. لكن انت عندك بطولة كاس مصر. انت مش تحسب عالدوري. عندك بطولة كاس مصر موجودة. مع كاس مصر نفس الظروف. غيابات وإصابات وإرهاق نفس الوان. بس اعتقد يعني لا. لو يخسر بطولة كاس مصر اعتقد انه مش هيكمل. لو خسر كاس مصر مش هيكمل. الدوري غير الكاس. انت بتتكلم الكاس مصر بترعب تلعب ما تشستيوصل النهائي. فال لكن الدوري بطولة طبعا بترعب 34 متش فالموضوع صعب شوية. لكن هي البطولة التانية دي اعتقد ان النادي الاهلي لو سوريش خسر البطولة بتاعة كاس مصر. اعتقد انه هو لا مش هيكمل. لا ده بتاع مساء غيابات وانت بتتكلم عنه. مهرة هيلة بصراحة. طبعا. التحرك والتوجيه. التوجيه هو ده رأسه. التوجيه هي صعب. يعني انا لو ناشئ مش هيب عندي الصقة ان انا حطها كده. فانو هوقفها. طيب. يعني هي في مساحك ويسا. ممكن اوقفك. كرة واستلمها. طبعا. ان هو ان يفكر تفكير ده. ويوجيه التوجيه ده بينهم ان هو ولا مهاجم. اعتقد ان هو فاجئك. محمد عبد المنصف. طبعا. فاجئه. طبعا. يعني ده زي ما انت قلت هو هيتوقع انه هيستلم فيبدأ ياخد هو الحركة كابتل محمد عبد المنصف ويبدأ ياخد منه الكرة هو فاجئه. طبعا. هي المهاجم المهاجم الصح انه بيعمل العكس اللي جنب يفكر فيه. صح. انت انت مسلا عارف النميسي مسلا بيعمل ارتو. مم. فممكن ان العامل كده رو حطيتها في الدايئة. فانت بالنسبة لك ايه. تعم العكس اللي جنب يفكر فيه. صح. احنا في نهاية الموسم. نهاية الموسم ده معناه انه الاهلي هيستغنى عن اللاعبين وهيشتري اللاعبين. تعال اول نبدأ بمين اللاعبة الاهلي محتاجها. وعايزك تقول لي كمان اسماء تقتراحها. ايه انت لو دلوقتي مسلا ايه جنب النادي الاهلي سأقول له كابتان احمد شايف مين اللي يصلح للنادي الاهلي الفتر اللي جايه من اللي موجودين في الدول المصر عشان طبعا الاهلي هيدور على اجانب بقى فرق. بس مين من الدول المصر شايفه الاهلي المفودي يخش في المفاوضات لضب. انت طبعا انت محتاج احراس في مرمى طبعا. اه. لازم حد قوي مع محمد الشنوي. اه احترام طبعا العلي لطفي ومصطفى شبير بس لازم حد قوي مع الشنوي. اه. زي مين? اه. انا شاف صبحي هو. احمد صبح. احمد صبحي اقوى واحد يعني. اه. يعني انا شاف ان صبحي افضل محمود جد. اه. صبحي اه. لعب كتير برضو. لعب منتخب. اه. فبالنسبة لي صبحي اقوى شوية. اه. الدفاع. اه. في مصر ما فيش مدافعين كله شوها بعض. احمد. يعني لو هجيب مدافع اعتقد مدافع بعجنبي. احمد. مش مصري. مش مصري. يعني انت بشايف مدافع ملفت للنظر اه. مش شايف. ما هبص اكي. انت هجيب هجيب زي اللي عندك ما تجيبش. صح. مش مجادل انا هجيبه خلاص. صح. اللي عندي خلاص انا عارفت عيوبه وعارفت مميزاته فيفضل زي ما هو. احمد. لكن لو هجيب حد مسته اعلى. زي بدر بنون كده مجيدة. بدر بنون. علي جدا. اعم. اعلى من اللي موجودين. فبدر بن وسطه. اعم. بان ان هو اعلى منهم. اعم. في نص المرعب انا شايف انت محتاج واحد زي عمر السيسي. اعم. طلعي الجيش. اعم. عمر ملاعبة كويسة جدا. انا فكرة انا اللي وضيته الجيش. بجد. اه انا كنت وكيل وانا وضيته الجيش. اه. لعب كويس. عمر ملاعبة كويس جدا 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 جدا. انا عارف انه لعلي والزمائك دخلين في مفاضات كبيرة جدا. ب اعمر بس عايزي يعني يهدي نفسه شوية. اه. في الدخول والريتم بتاعه. اه. لعيب كبير. اه. مين تاني. نص المرعب. اه. مين تاني في مراكز اخرى. انا شايف. اه. طبعا هيبقى موضوعه صعب شوية. اه. الاهلي ما عندهش حد زي احمد مبولي. اه. احمد مبولي الاسماعيلي. انا شايف احمد مبولي مقدم مستويات. يعني هو فريط الاسماعيلي. مفاجئة دي اه. لا مفاجئة. طب انت اي رأيك في احمد مبولي. طبعا لا لعيب كويس. لعيب كويس ومعندكش حد زيه. احمد مبولي بيلعب عشرة. وبيلعب. بيلعب وينج. بيلعب جناح. والاتنين بيقديهم بنفس. بيقديهم بكفاءة عالية جدا. اه. فانا ما عنديش حد زي ده. ليه ما فكرش في حد زي احمد مبولي. اه. لعيب كويس جدا. ولعب زمالك. يعني عنده خبرات. ولعب افريقيا. اه. فانت عندك. اه. عندك مشاكل في رقم عشرة. اه. اه. قفتش اه لعيب كويس كل حاجة. بس برضو مش مقنع بالنسبة الناس في رقم عشرة. اه. انت محتاج حد زي مبولي. لعيب كورة كويس. بيعي في عد كويس. واحد الواحد بيعي في عد كويس. مين تعييي. بيعجون كويس. طبعا. فاهم. فقصد ان هو ده. انت محتاج حاجة زي كده. اه. بس عندك المهاجمين. لا انا شايف انت المهاجمين عندك مش محتاج حد. يعني. فوجود احمد سياد غريب. انت مش محتاج حد. اه. يعني محمد شريف. وحسام حسن. احمد هي ضريب. انا شايف انت غلاص انت. يع يعني. لازم احمد بعد الدفع دي. في كاس الرابطة. يكمل. جاب جوان. والنهاردة جاب جوان. اه. فانا شايف لازم تديره المتشاط الجاية. وحتى بعد كده الموسم الجديد بقى ليه دهور برضه. هايل. مين تاني. بس ما فيش حد. مش محتاج حد. لا لا مش محتاج. هجال انت عندك اللون جات كويس جدا. مش محتاج زي الايمن. بص انا 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 شايفه كويس. بس اه. انا لابت في نادي الاهلي. اما اما الجمهور بيضغط على حد كتير. اه. ما بيعرفش يلعب. ام. بيتأثر. ام. وهاني واضح من الشخصات اللي هي الطيبة. يعني فيه لعيب. فيه لعيبة بتبقى. يعني ما بتسمعش. زي عبدالله سعيد كده. فيه لعيبة ما بتفرقش. اللي هو عبدالله سعيد ده مسلا حربه جنبي. انا ما فيش. يعني بقى لعب. فيه لعيبة كده ما بتتشدش. اه. يعني تبقى تشتم بالجمهور بتاعه هو مش في شغل باله. مين كان اللعيبة اللي في جيلكو كان بتشد. انا. انت. انا قلتش حب حد ينتقدني خالص. اه. بش عارف لي بقى اني كنت بقى كويس. بس لو حد مسلا قللي ايه ياحمد مسلا انت حملت كذا. اه. 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 ما مش عار. مع مش عن. اللي كان اه كان بتشد. اه. 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 ام. لا كان بنتطر بقى مغو بركات. كان بتطر بالله ومش. بركات خالص. كان لا كان بيتشد واه. كان بيتشد واه متاب. متاب. كان كانتشدات ياه? متاب كان بتشد اهم الجمهور المنافس중ة اي شي superstين. لا متاب كان بيبعصب اوي. اه. اه. ومين لعيب تاني بقى كان منافضش? لا في كتير. اه. لكم لي العاب كتير. ابو تريكا طبعا ابو تريكا طول عمره منفض يعني الناس تشتموا لا. في بركات انت. لا بركات. فلافيو. اه. فلافيو. لا مثال. لا لا مثال يعني ميسر مالو لما يقفل حد على الخط ويزعقلو. اه. نلاطين علينا. ما يقفل على الخط دي. فلافيو بقى عارف يروح يقفل على الخط يقعد خانق مع بعض البرتغالي. وفي الاخر فلافيو اللي ينتصر. ويكسب. لا. فلافيو بنتصر اه يعني مالو بيسكت. اصلا اه بنتصر في الحوار. هو شخصيته وفلافيو كده هو شخصيته اللي هو تحس ان هو اه ما بيحبش حد واي حد بيخش عليه زعقلو ويدخانق مع الناس كلها والشخصيته كده عكسك البرتغالز. صحيح. من بقى اللعيبه انت شايف ان محتاجة تاخد فرصة بعيدة عن الاهلي. يعني السنة اللي جاية لمصلحته من المصلحت الاعلي ان هما يكونوا في فريق اخر. في فريق اخر? اه اه صلاح محصن. صلاح محصن. اه صلاح اه بدأ الفترة اللي فاتت. اهو اللعيب كويس جدا بس مش في مستوى. اه. اه. محمد محمود برضو الاصابات اللي اثرت عليه شوية. اه متولي. اه. ممكن برضو يطلع شوية. قبلك الطلوة ده حلو. يعني انا انا سكتغالك بالصيغة. انا مش وحش على فكرة. مش اللي هو رح يبالعكس هو الممكن يبقى مصطحيته. على فكرة يعني يعني معلش برضو. حصل كتير اوي. يعني اه حسن مصطفى. اه. اما طلع من الاهلي ورجع. اه. حسن رجع اقوى من الاول. صحيح. رح الاتحاد وعمل ده لكس السعاب ممكن تطلع محمد شريف. اه. اما رح امبي. اه. اكسر الدنيا في امبي وكابتن اه. وكان هو بيلعب اه وينج. وكابتن حلم ترون لعبه. احمد عبدالقادر. احمد عبدالقادر. احمد عبدالقادر. راس كتيره طلعت في اه. من تاني. قلت ليه صلاح محسن. قلت ليه متولي. اه. مش شايف حد تاني ممكن اه. متولي. ممكن بقى ان الشباب الصغارة دي لو مش اعتمد عليهم تطلحوا معصن. ماشي. الاول. في حراس تاني مش خط خط. في حراس المرمى. عايز حد يطلع. مصطفى شوبير. مصطفى شوبير يطلع. اه في الدفاع. متولي. متولي يطلع. ومحمود وحيد. ومحمود وحيد يطلع. في وسط الملعب. ووسط الملعب. اه. سنت معن. دي كان. عمرсь سرية. محمد بحمود ايه. محمد محمود. ايه. يو. اللح. بتت임 تلاتة التانيين دول الصعب يعني. من تاني في اه. في الجناحات. في الجناحات اا مفيش حد، اصل الجناحات انت عندك عبد العادر ممكن طهر ممكن طهر طهر يخرج وحسين حسين الشحد لا حسين ماعتقدش يكمل حسين ماعتقدش ان هو دماغول ان هو يأصل حسين تشريب مبلغ كبير جدا ماعتقدش لو جاي مبلغ كويس خارجيا الحسين يتباع لكن او عارة بنيتباع لكن اعتقد ان هو مش هيتنزل حسين يخاط الهجوم لا مش حد عندكش مواجمين يعني لا الدول لازم يمشي خلاص انت بص انت مكلف النادي فلوس ومكلف مكان ومعلش يعني اتنين مش مؤثرين انا عشان اجيب واحد محترف لازم يبقى مستوى 40-50% اقوى من اللي عندي لو هيبقى المستوى واحد مجيبوش فاعتقد لا يعني هما الاتنين اعتقد هما مش هيمشوا اعرى هيمشوا فريل هيباعوا عايزة قبل ما اختم معايا كلمك على نادي الزمالك يضايك في اللي حصل في الزمالك في الفترة الاخيرة والمدرب واللاعبين ضايك في اللي بيحصل في الزمالك طبعا انا اهلاوي طبعا بس انا يعني انا طبعا لعني الزمالك السنة دي ومن السنة لفاته السنة دي صراحة اداء كواس جدا انا شاف حاجة في النادي الزمالك امش موجودة في الاهلي الروح اللي موجودة عند اللعبة والاصرار انا اما افقد خمسة ستة من نجوم الفريق بتاعي مممم Det انا busca طريق حمد وابو جبل فرجان اساسي مؤخرا ابن شرقي مصطفى بحامد آآ مصاب فتحي. بس الستة دول اللي مشوا. مم. معايش الستة. ونجمة كمان. ونجمة. بس انا بكلم على الستة عمدة اساسية. صح. بتتكلم اتنين في نص من بلعب عندك. يهدوا اي فرقة. ممم. طريع حامد. وفرجان. وفرجان. اتنين يمشوا من اي فرقة خلاص الفرقة طعب. صح. ان انت طبعا فريد. انا شافنا انباروه كويس وزكي. ممم. وعنده جرأة. مم. ان انت تبقى انت فوانت متصدر الدوري. وتدفع بكمية النشئين دي ويلعبوا كويس بينهم من انت اللي عندك رؤية كويسة. فريلا مدرب كوي جدا ورائع جدا. طبعا. طبعا كمانهول جوزيه رائع جدا وكوي جدا وانجلزات عظيمة. بس كيدي انت بتتبع المقارنات دلوقتي مين الافضل فيهم في التاريخ يعني هنا يقول لك فريلا وهنا يقول لك مانهول جوزيه. لا جوزيه طبعا. انا بص انا انا عندي قناعة ومش هتغير. اه. جوزيه مش هيجيه زيه. اه. اه. عسنا اتعملت معايا جوزيه كتوتل لا. اه. اه فريلا مدرب كويس وقول لك حاجة بس اه اه احنا فريت زي مالك ايامنا قد اقوى من دلوقتي بكتير. المنافسات قد اقوى بكتير الفرق قد اقوى بكتير. يعني 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 ماتش امبي بترجات ده. اه. كانوا ماتشين اقوية جدا. يعني ممكن يبقى اقوى مسلا من فرق تانية كبيرة. اه. 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 فرق مسلا زي الاسماعيل في اسماعيل ده كان ماتش صعب جدا. صح. الاتحاد في اسكندرية ماتش صعب جدا. فالمنافسات مختلفة. عشان تقارن بين اتنين. حطهم في نفس الموقف. اه. انت لو رجعت الايام زمانة ايام الجماهير والفرق الجامدة. لا. جوزيه يكسب. صحيح. الزمانة استحق الفوز بالدولة السنانية. طبعا. استحق استحق طبعا. لان هم رجالة. وهم عارفين هم عايزين ايه? اه. ده اللي الاهل افتخذوا. اه. ان انت ما بتفقد الدوافع بتاعتك. اللي ثانية. اه. خلاص الموضوع بيروح. اما حاجة عندك لعيب كرة الدوافع بتاعتك. انت دوافعك ايه? انت كسبت كل حاجة زي ما كابتخطيه بقال مبارا. قال لك اللعيب اهو سوسطت في قمة الهرم. خلاص انت وصلت لمرحلة. بس انا كلعيب كرة مفيش حاجة اسمها قمة هرم عندي. انا انا قمة الهرم دي ما بوصل لهاش. انا بافضل طول عمر اسعلها. خاصة انت بتاعة في الاهلي. طبعا. وجميل الاهلي ما عنداش حاجة انا وصلت خلاص. انا انا قلت جملة من شوية انه الاهلي تحليل والزمالك. مش الفكرة انك بتكسب كتير. الفكرة انك تكسب على طول. ده عند جميل نادي الاهلي. انت مش هتقدر تقول لجميل الاهلي انا كسبت كتير. هيقول لك لا اكسب على انا عجبتين حسن حمدي كان من نسبال يعني كان كان ولدي. قال لي مورة كلمة كويسًا. قال لي كرة القدم في الاهلي والزمالك ما بتحترفش في أسبوع فات. فهتركز في الكلمة الكلمة صحة. يعني يعني انت بص كلمة أسبوع فات مش سنة فاتت. يعني انت الأسبوع دا اللي فات ده لو اخت بطولة وجيت بعد وخسرت كل حاجةفت. فهو بيتكلم صح. انا من خبراتي ومن لعبي مع ناد الأهلي. كنت اللعب م Cooper كويس او نلعب مطش كويس وبعدها بمطشين مسلا او مطش نخسل المطش اللي بعده. قلالك جمهير تنسى. اه. هتوقط اللي هم انا كسبان بطولة. مفيش. مفيش. فهي خلاص انت هي سنة الحياة كده بالنسبة لك. صح. نادي جماهيري يعني اتنين ناديين اكبر ناديين في في مصر وفي الوطن العربي اهلي والزمالك. جمهير خلاص وصلت لمرحلة ان انا ما عنديش ثقافة الهزيمة. انا مش هتغلب. صح. فانت هتخش في ايه بطولة انت لسه انت معلش برضو. انت واخد بطولة افريكا لسه من فترة. الاندية مع موسيماني. واخدها مرتين واربعة. واتنين تلت عالم. الطبيعي جدا حد يقولك ايه. لك انا واخد كل البطولات خلاص يعني اقعد لي مثلا تلات اربع سنين مرايح. وانا خلاص مش اعمل حاجة. لكن ان انا اخد الحاجات دي والجماهير تنسى وتبدأ تنتقد اللعيبة. لأ ده هو ضغط جامل عشو كده قلتلك. ان الناشئين بطوع النادي الاهلي او نادي الزمالك هому اللي بالتشرت في الازمات. صح. شفت النادي الزمالك في الازمات. اما توقف القيد انا دلوقتي. في الاهلي دلوقتي اما حصل المشاكل كباب النهاردة. هيا دي وقاء المشكلة. صح. كابتان احمد دايما بتشرف ودايما بتنور دايما بسعد بالقاية معك حديش. حبيبي انا اسعد اسعد بك تفعنا كريم. شكرا. شكرا كابتان احمد. لسه بكملين اга اه ساذ احمد جلال أستاذ محمد يحيى يوسف النقضان الرياضيان بعد هذا الفاصل خليكم معنا يعلم بحقاتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذا الفقر الأسد الكبار أستاذ أحمد جليل أستاذ أحمد مشرف ومنور كلاعي دايما بس عم بتواجدك معنا ربنا أخليك أستاذ كريم ودايما متقلق حبيب ومعاك حدي بقى حبيبنا بقى ده حبيبك كل طبعا أستاذ محمد يحيى يوسف أستاذ محمد مشرف ومنور وحشني جدا حبيب يا أستاذ كريم ويعني وحشت كتير وطبعا أخويا الجبيل والكبير أحمد جليل بخبارك محمد كله زي الفل الأمور هادية النهار دا أه أبتدت تهدى صحي كده أه يعني خلاص بطلبها ما قولنا من الأول ناشئين صحي كده قولنا ناشئين يا أستاذ أحمد بس أم مش ناشئين قولنا شباب هم لعيبة محتاجة تاخد فرص أعتبر أخوك أخي معنا أصد أن العمر مرحلة العمرية 22 يا جماعة مش ناشئين صح أنت بتكلم في 2000 و2001 صح مش ناشئين معتوارش ناشئين إحنا فاصة عندنا مخبوط يعني يعني برضا الناشئين آه يعني ما دي إحنا يعني حتى أنا قولي جملة مع كريم دايما بقوله يعني فيه لعيبة كبار بتفضل كلمة ناشئين متوسقة بيها لغاية ما تمتلك دي اعتزل صح كتير الناس تبتكرمها بقد داخلت 27-28 سنة الكلمة دي لا في مصر مش في الأهلي بس في الأهلي أكتر لا مع سيدة عبد الله نمار الناس بتتكلم عنه انه هو ناشئين هو 22 سنة ناشئين هو دا بس طبقي غيره ناشئين وعددت سفر وجعفر 23-27 سنة لو سيد محمد ده بعيد عن اللعيبة بقى بعيد عن اللعيبة إحنا عندنا المدرب اللي بيبع عنده 50 سنة بيبع مدرب شاب آه يعني بزبط إحنا كده المراحل العمرية عندنا مسمياتها 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 مختلفة بس النهار دا الأهلي لعبي الشباب لعبوا وأجادوا وارد جدا سيد أحمد الفترة اللي جاية ما يجدوش يعني يعني لعبوا مباراة مباراة دي مرحلة تكوين أو ثقة في الفريق الأول هو أنت يمكنك تتعلم العوم وأنت واقف على الشطور لازم تنزل المياه لازم تنزل طول ما أنت واقف على برة النظر ما ينفعش لازم تشتغل لازم تلعب عشان تغلق لعبت الزمالك أو أول ما دخلت دخلت يعني جزء ما أنه ندخل كسر ربطة دلوقتي مستوى بغير المستوى دا يعني نضرب مسألة واقعية هل دا حصام عبد المجيد اللي كان في كسر ربطة هو اللي مع فرارة دلوقتي حد تاني خالص طبع نفس الكلام في لعبك بار نعم فرق مدر بارد ما نسمى أنا أقصد أنا أقصد لي كده في لعبك بار وأنا كنت متناقش مع أخي محمد بارة أن يعني عندك حمزة المسلوسي هل دا حمزة المسلوسي لا هل دا محمد عود محمد عبد الثاني والتغيير دائما أن الحمزة المسلوسي هو أسوأ لعب في الزمالك أنا هنا أنا هنا ومع الجماهير ومع العالمين والناس كلها قلنا أجماعة حمزة المسلوسي منتشلها في الزمالك يعني في مشاكل عنده بخير ما ننطفق أنه هو يعني لاعب وانتخب تونس مية في المية بس الفيكتور أن مدرب بقى بحاجة هلأ مدرب التطور شكله إيه دلوقتي بالضغط لأ كثير يعني محمد عبد الثاني والنقلة الكبيرة من سرد باك إلى لعب خط وسط مدافع لا يمكن بهذه الكفاية وهذه الأداء لا يمكن إمام عشور اللي حصلت له طفرة كبيرة حتى يعني برغم من رغم بارة تحفظت على الجراء بتاعته وطلت احتفالاته إنما هو أفضل بكثير جدا من الفترة اللي فاتت صح كل ده شغل مين زي ما قاله اسم محمد ده شغل فريرة لازم برضو برضو كنا نتنخش بزيزو وقلنا إن زيزو كان ناحية المين يديك شغلك واس قوي نقلت ناحية الشمال بينزل بالنسبة كبيرة جدا نهاردة زيزو تلعبه في أي حتة في الملعب صح مؤثر وقائد وعنده قدرة إن فرقته نقلة تانية خمسين في المئة من أهداف الزمال كذا الموسم بفضل زيزو إما أسست أو هدف أحرازه بنفسه صح النهاردة وإنت بتفرج على المباراة محمد تلاقي مثلا إنه أحمد سيد غريب طب يا جماعة ده حتى ما كانش بيقعد دكا ليه محمد أشرف وإنت تعاني من مركز الزهيل أيسر بعد علي معلول مع كامل احترام لمحمود وحيد اللي خد كل الفرص ولم يجيد ما يقض على الدكا على الأقل هو لعب ممتاز هو للأسف النجاح ده أو الشكل ده بسبب إن المباراة بتتلاقي بدون ضغوط بعد المجلس الإدارة رفع الضغط عن الفرقة وعن الجهاز الفني وعن كل حاجة العبه وفي لعبة جديدة عايزة يعني تاكل النجيلة زي ما بيقوله وبدأت تشتغل بدأت تتوحله لك أنت تتخيل إني حسام حسن ومفروض لها تدف الأهلي جايب جون وإحمد سيد غريب جايب جونين صح في ماطش صح فأنت بتتكلف واحد المفروض إن هو مهاجم النادي الأهلي الأساسي فأنت تتتكلم بذلك إن أحمد سيد غريب ده واخد أجازة من فرق الشباب بقى له ثلاث شهور يعني حسن بإسمه رجله في الملعب بقى لها فترة أحمد سيد غريب ما كانت شغله في الملعب أصلا بالضبط بالنسبة للباك الشمال أو الجناح الشمال نادي الأهلي بلغي مبارح رقفة خليل اللي هو نجم من متخب الشباب إن هو هيرجع البكرة بالستة ونص من مطار فريق أول معسكرا اسكندريا على طول وجايله عرض من ريو أفلي البرتغالي إن هو ينضم ليه بأعار علينية البيع بدا بسبب تقلقه بجماعة ما فيه عندنا كنز اسمه لعبين الشباب بلاش الناشئين كنز طب إحنا ليه ما نستغلش ده يعني الرجل ريو فيتوريا لما جاه قال يعني أنتم مين دول ده إيه اللي عيبه دول هو ده مثلا على الشناوي هو ده أفضل حرس أفريقيا إزاي لأ فيه فيه يعني استهلاك كبير جدا 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 قال كده فعلا أه أنا على محمد شناوي إزاي ده يبقى أفضل حرس أفريقيا أكيد لأ أنا بقول لك أكيد معلومة أنا فيه ده ليه لين وليه وشافوا المستوى الحالي في مقش الزمالك في مقش الزمالك أول مبراه شافوا فيها كانت ساعتها لسه خد اللقب حتى بين الشوطين تقريبا أو قبل منتين الشوط الأول وخد اللقب فعليهم إزاي بتقولي ده أفضل حرس أفريقيا هو بتكلم بص بص على المقش لأن الألف كان فيه هدفين تو أخفى خطائين ففحشاب فبيتكلم على ده الموضوع بقى استهلاك الععيبة بشكل كبير جدا بقت قزمة كبيرة كبيرة في الكورنة المصرية قدت الانهيار الكامل في كل صوف وفرق تاريخ الأهلي بالذات ويمكن ده السبب فيه موسمين اللي الجزء الكبير جدا كانت تحمله وقبله مجلس قدارة الأهلي برفضه إنه هو إلغاء موسم كورونا وده كانت السبب الأساسي كانت مفروض إحنا استهلاكة دي لأ ابدأ بقى ريح وكله وإلغى الموسم مش فرق موسم كورونا وكل ده يقول لك خلاص إحنا الموسم كده كده بايس في العالم كله بس أنا بغطرت معك محمد الحقيقة أنا بقول لك الحقيقة أنا بقول لك اللي حصل لا ألو مش نوعه ده أنا بغطرت معك لا يمكن أبدا يكون الأهلي هو اللي قال إنه إحنا ما نلغيش موسم وكل الاندية هذا القرار هو قرار خاص بالمسؤول عن المنظومة الرياضية في مصر ماشي ما هو أنت ما هو أنت ما بدأخد رأيك في الأول ما هو أخد رأيي الاندية قولي أنا بأخد رأيك وخاصات الاندية كبيرة في 14 نادي قالوا نلغي و4 عندية قالوا ما نلغيش لا يمكن يكون الأربعة هم اللي هيأصروا بصر بدمشي بالأغلبية ولا بدمشي بالأقوى لا ما بإنه مشكلة ممكن أرفع يدي بس أقول حاجات أنا مع أستاذ أحمد في نقطة مهمة وأنا أقولها لك من الكواليس حقيقي حتى اللي كانوا مع الغاء الدوري دول ما كنوش عايزين دوري يتلي دول كانوا بيقولوا رأيش الحقيقة إنه الغاء الدوري خسارة لكل الاندية خسارة مالية ضخمة وعنيفة لكل الاندية وكل الفرق واللعبين لا حدش هيقدر احنا خسرنا كورة تخسرت كورة بس بس هناك ما هو أهم من كل ذلك إحنا كنا بننظم بطولة العالم لكورة اليد في هذه الفترة فما كانش من المنطقي إن أنت تلغي دوري أو مصابقة رسمية عندك وإنت أول دولة في العالم تنظم بطولة عالمية في لعبة جماعية في زمن الكورونا فمش الأهل اللي هو السبب في المضور فكرة إن أنت تكمل المواسم والتلاح المواسم ده أنا متفق معك ماشي اللي عيوة بالكامل صحيح وكون إن أنت كنت عندك فرصة إن أنت يعني موسم يتم إلغاءه يتم احتساب الدور الأول هو النتيجة يتم أي حاجة هو ليه مش عشان خطر الكورونا أنا ما بتكلمش عشان خطر الكورونا هو ليه إنت ليه إنت دلوقتي بتتكلم ماشي ماشي إنت ليه دلوقتي بتتكلم إن هو يعني السنة الجاية ممكن نلعب الدوري من دور واحد وليه ما عملتش ده الموسم ده معنا بقول لك هو هل أن ده اعترضت؟ أيه ما اعترض صايت لا 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 ما اعترضتش هي الفكرة كلها إن أنت الرعاية لها وضعية معينة مالهاش علاك بالرعاية باللوقت خطر هم تعرف كل رعي واحد هو نفس كلام ما هي ويش وده حاجة هتسهل إنت الرعي ده مش أصر عن إن هو يكمل كاس مصر اللي أنا هوضح لك النسخة القديمة مثلا النسخة اللي وضح لك عليه بتاع الكورت اليد إنت بتكلم الكورت اليد ما نلغيش أنا بقولش نلغي الفكرة إن إنت تلغي الدوري عشان خاطر إنت عندك إصابات كورونا لأ إنت بتلغي شان تلاح ومواسم وتكتفي بتدور الأوأ الفقر أيها ما نقول لك بالتالي هنا مختلفة مش موضوع بقى إن إنت إياه بس مش الأهل يعني اللي عمل كده من ضمن الفرق أنا بكلمش لا أنا بكلمش من الأهل الوحش اللي هيمشي بكلمته على كل الناس ما بدال قصدي ما بدال قصدي ماشي بس مش هو بس من ضمن الفرق اللي رفضت طيب هنكمل كلامنا بس نروح لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل أستاذ أحمد جلال أستاذ محمد يحلى يوسف خليكم معكم اللاندسكيب وسط بحيرات وشلالات محوطة عنيك من كل اتجاه The Brooks New Cairo جمالها استثنائي بس ألخير بغوما إحنا فين إحنا شكلنا كده شكلنا روحنا زمان لأ أنا عرف روحنا باي إيه روحنا زمان دي سألخير رجعت ترامع يا روح مرسي يلا الصحبة جيت بتروح منك هتشابني قدامك الساكي تبني عمارة الراجل ما يجبش عقب الزهرة أنا بيمتي راجل أهدي مسئي أه صلاقة يا أخي أبو جداق يا ستي يا مهدرم عميكواتي قبما نخلق إحنا يا عمد تمجلوني يا ابني أبيع صاحبك إحنا نختفي أيوة موسيقى موسيقى يا عميكواتي يا عميكواتي مرة أخرى المفروض تبقى موجودة في النادي الأهلي الموسيقى طيب هم بيكلموا في أربعة سريعا بقى رقم واحد محمد إبراهيم والكابت المحمود الخطيب بنفسه هو اللي طالب محمد إبراهيم محمد إبراهيم رقم اتنين شاري حسين وفي إجماع على أن شاري حسين هو المراغم الأقرب اللي هو موجود في السنة الجاية في النادي الأهلي ولسه في كلام أحمد يسر ريان هيتحط تحت الاختبار وفي الحالة دي حيبقى فيه صلاح محسن ومحمد شريف الأقرب ومعهم حسام حسن اتنين من الثلاثة هيخرجوا بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة في حالة أنه جوي صفقات زي سيد حسين أو محمد إبراهيم مصطفى ميسي برضو موجود من ضمن الخيارات لكن الأفضل من وجهة نظرهم مش من وجهة نظر أنا يعني أن مصطفى فاتحي يجي وفي كلام معاه في التعاون السعودي حتى معسكر هولندا تقريبا هو ما حضروش وفي كلام قوي وأمير توفيق معه دا معما كلم التأجر دي هي أيل بتتقال السبب الدبلوماسي وأمير توفيق متوجه للسعودية هل بقى هيعمل عمرة هل هيعتفاوض مع قصة مصطفى فاتحي مصطفى فاتحي يرغب في اللعبة في النادي الأهلي رغب مصطفى فاتحي أمل تاريخ كبير جدا في نادي الزمالك لكن ميال جدا اللعبة في النادي الأهلي ومصطفى أساسا أساسا أهلاوي مصطفى فاتحي أهلاوي أهلاوي أصلا وكان نفسه لعب الأهلي من الزمان بس أنا أسمع أي حد هايبتلت بتفاوضو هقولك أن أهلاوي أصلا من الأساس أنت بسعب أنت بتشوف دي باية إيه لبانت باية أقولك أنا أهلاوي وطلع لك صورة من الأرشيف واحدة تازم الكاوي واحدة أهلاوي عندك حمد شريف زباية الكصة الزمالكاوي مو عادي م هو عادي م هو عادي حمد شريف زباية الكاوي وعادي رجاع الزمالك بس انت النهار دعم أليس باية توري عمل أسمع في حاجات حمد شريف عيز رجاع الزمالكاوي وأعد وأعد فعلا أجل مصطفى حمد ت этому أتكلم لحياة في أصل احتراف آه بزرط يا الله يوانا يبقى أهلاوي ويبقى الزمالكاوي وكله أكل عيش كله في الزمالك بيلعب في الأهلي والأهلي بيلعب في الزمالك. عندك طب لعبة تانية مرشحة للانضمام للنادي الأهلي قبل ما يخش على الزمالك؟ لا أنا أتفق معي خاصة عن محمد إبراهيم بالذات. محمد إبراهيم بداخلين فيه بكوة في الأهلي. شايفين أنه فعلا هو المركز زا مش موجود في قلب النادي الأهلي في فترة كبيرة. من بعد رحيل عبدالله السعيد هو أزمة. يمكن حتى أفشة ما بيقديش نفس الأداء. ويمكن حتى في مرة كنت أتكلم مع عبدالله السعيد فأقول له لو أحنا بنتكلم من خليفة عبدالله السعيد في الملاعب فأقول لك ما فيش في مصر غير محمد إبراهيم. اللي مانع يعني. محمد إبراهيم هو يمكن ظلم نفسه كتير جدا جدا. فترة الاحتراف بتاعته وفترة مشاكله مع الزمالك ورجوعه وعودته وإصابته. عملت له أزمة مع أن ده كان واحد من جيل محمد صلاح ويمكن كان كابتل عن محمد صلاح في المنتخم اللومبي. فبالتالي كان عنده مشكلة وحاسس أنه ضيع عمره أو ضيع فترته في الملاعب في حاجات ملهاش لازمة. فمحمد إبراهيم اللعبة الكبار جدا جدا جدا. وأظن أنه لو راح النادي الأهلي هيبقى فارق بشكل كبير. لأنه خاصة لو استقر نفسه اللحة نفسية. الزمالك طبعا يمكن شغال على كم كبير من الصفاقات في الفترة اللي جاية. هيدعم في حدود ست براكز تقريبا. أهمهم طبعا نص الملعب وحرص المرمى ويمكن في الهجوم. ويعني بدأ يخش في صفاقات كويسة وقوية. لكن هو دلوقتي شاف أن الاعتماد على الشباب بلاش الناشئين بشكل كبير ده في الفترة دي كان كويس. وقدر أن هو يطلع أجيال جديدة وناس جديدة كويسة. فبالتالي هيبقى التدعمات مش زي ما كان في البداية خالف ذات المسلم أنه عايز 10 أو 12 لاعب. لأ هتبقى التدعمات قولية. خاصة أن الظروف المالي في الاندية كلها مبقيتش القوية يعني. هيدور على محترفين بشكل كوي في نص الملعب. وبالنسبة لحد في مركز أشرف بن شاركي. ويمكن في الحتامي بتاع الفتح المغربي بيتكلم معاه الجناح مكان أشرف بن شاركي. فده في كلام حصل معاه. وكان مهد المبارك المفروض أنه كان فيه كلام. لكن هو قلاص يمكن راح الإمارات وبلغت القصة قلاص. وبقال لك احنا ما فاوضنوش بس كان فيه مفاوضات وكان فيه كلام بالفعل. أسماء تاني مين؟ أسماء تاني فيه المفروض في حرص المرمى محمد بس هم مخلصين معاه بالفعل. وبيتكلموا على أكثر من لاعب يمكن عايزين تدعيمات. لكن هو في الفترة الأخيرة زي مالك قدر يقفل على نفسه في حتة المفاوضات بشكل كبير جدا مع الناس. وبدأت أنه هو الكسة ما بقتش يعني. ما بقتش عارف انت بقى بشيرة غناوة زي ما بيقوله. بدأت الفكرة كانت زماني بلوقتي يلأ كله كذا ويفضل يضغط والأهل يخش فلا ما بقتش فيه الصراع القوي ده. يمكن زي ما قلت لك تكلمه مع محمد شريف. محمد شريف فاضل في عقده وممكن سنة ونصة أعتبر. كلمه مع محمد شريف العلي. تكلمه مع محمد شريف إنه في الزمالك إنه هما يجي الزمالك ويمكن قعدوا قعدة معاه والراجل مرحب. خاصة إنه هو في يناير اللي جاي من حقه إنه يوقع. لا واحدة واحدة بس نمشي يا واحدة عشر دي ده ده بيسموه الخبر. لا صحفي. محمد شريف الزمالك قعد معاه؟ قعد معاه بالفعل. ومحمد شريف مرحب إنه يروح الزمالك. مرحب إنه يروح الزمالك خاصة إنه حسن مش لقى فرصته في النادي الأهلي. وشاف إنه هو بقى يعني يبقى بيتريكي بشكل كبير جدا. فده طبعا من الحاجات اللي كانت المفاجئات اللي كانت موجودة ويمكن صحيح هو عنده عقده اللي ينتهي لنهاية الموسم. ويمكن حتى أستاذ عحمد كان بيتكلم إنه هو هيبقى عايزين يعروه أو يخرجوه. أتوقع إنه هو هيرفض الخروج. الخروج العارة. آه الخروج العارة يعني الخروج عارة. توقع إنه هو يرفض الخروج لإنه هو هيبقى محتاج إنه يلعب بشكل أساسي في شكل كويس. عشن يرجع المنتخب ويقدر يتشاب بشكل كويس إنه هو في الأهلي حاسس إنه كان مظلوم في الفترة الأخيرة دي. خاصة إنه موسماني واحد زي موسماني قضع لي نفسيا وفنيا. والإقدارة ما قفتش جنبه. فدي كانت مشكلة. يمكن من المفاجئات إنه يمكن كابتن سيد عبد الحفيز يكون ده الموسم أو سيزون الأخير ليه في النادي الأهلي إنه هو يكمله. ويمكن يعني فيه كلام كانت قال إنه هو اعتذر لكابتن محمود الخطيب مرتين عشان يمشي ويسيب. لكنهما تمسكوا بيه في فترة الفاتح الديد ويتوقع إنه هو يبقى رحيله في الهاية الموسم. مين لعبة في الزمان الجاية يا كابوس أحمد؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. عبدالله سعيد أمير منتظر منصور قعب معاه تفعوا لـ 15 مليون جنيه وهو فضله عقده سنة في بيراميدز والمبلغ اللي باقي قليل. تقول لي إزاي أقولك لما جي رمضان صبحي جيب 33 مليون فهو كان كابت الفرق قال لهم مش معقول تنى رمضان ياخد دكتر مني. طب هنتفق اتفاق خلاص هناخد جزء من فلوس السنة الثالثة نحطها الفلوس السنة الثانية عشان تتساوي. فبالتالي الباقي لعبدالله السعيد من الموسم الثالث مش مبلغ كبير قوي فممكن يتنازل عنه وبالتالي يقدر يروح الزمالك والاتفاق الآن على الفلوس اللي هي اترحلت من سنة لسنة بينه وبين بيراميدز وبراميدز مش هيوقف قدام الموضوع. نبيل دونجا كمان في الزمالك تمت اتفاق بشكل نهائي معاه. بس الموضوع واقف على بيراميدز لكن هنا بيراميدز حيمنعها إنما موضوع عبدالله موضوع قارب. المفاجأة بقى إن فعلا فيه كلام مع شريف إكرامي ومن إدارة نهائي للزمالك بنفسها إنه يجي ويختم حياته في نهائي للزمالك وخصونا هو في الأغلب ممكن ما يكملش بيراميدز قال له تفضل تعالى عندنا الزمالك فعلا محتاج حارس مرمى جنش في الأغلب مش هيرجع. أبو جبل عارض تاني عن طريق بعض الوسطاء وأمير مطالع منصور قال بالنص إنسى مش هتيجي للزمالك تاني ومش هترجع للزمالك تاني. بسام كان موجود في فترة من الفترات لكن بعد ما أجدد عقده وخد أعلى عقد في طلقة على الجيش 8 مليون جنيه فحيكمل. لا أختلف معاك في الجزية دي مش هيكمل. هو دل اللي حصل إيه؟ إن محمد بسام وقع للبنك الأهلي ووقع لنادي الزمالك. فبالتالي كان يحصل له مشكلة إنه مش هارف يروح فين لو عقده انتهى هو بقى فريق. هيتطر بالوقتي أي حد هيتطلع على العقد الثاني خلاص. فاتفقت إدارة نادي الزمالك مع إدارة طلقة على الجيش إنه هما يجد دوله مقابل إنه هما هيتدوله المبلغ إضافي لنادي طلقة على الجيش. فبالتالي يقدر لعب كده هو إنت دلوقتي واحد مجدد فبكمل عقده فيقدر بيعه وشرها. ده اللي تقال في الأول لكن دلوقتي الآن خلاص طلائع الجيش مكمل بسام فيه مش هيروح في أي حد. مش هيروح. مقابل الثمانية مليون جليه. واللي التفالي اللي قلت علي ده حصل بالفعل لكن دلوقتي خلاص. هو هيكمل في طلاع الجيش. لسه بقى شريف إكرامي. شريف إكرامي. شريف إكرامي. ما يعني إما ما رفضش الحترى من الناس وشكارهم. الذي رافض بكل قوة الكابتن الإكرامي الكبير. وجود شريف إكرامي في زمالك هيكون جزء من عربون إني رمضان صبحي. يتم إقناعه بارتداء الفانيلة البيضة. سواء الموسم الجاية أو ممكن الموسم اللي بعده. ثبوت. رمضان في الأغلب ممكن نطلع على أحد الدول اللي الأربية وتركيا هيا الأقرب. هو ده العرض الرسمي اللي موجود امم. برامنز عايز يتخلص من بعض الأسماء الكبيرة لمرتبتها باهزة. ومش هيبقى عنده أزمة إنه هو يخلق رمضان صبحي. لكن مقابل إنه هو يعود المبلغ الكبير. اللي هو 33 مليون. ده هيحصل إزاي بقى؟ أليه ده؟ يحصل إزاي؟ هليطلع بره؟ وبعد كده يشوف يرجع نادي الزمالك عن طريق إقناع عن طريق شريف إكرامي. كما حدث منزي قبل في بعض الأمور. كحياته عامة مش مش. كقرار برامنز يعني. فده جزء من الصفقات. محمد إبراهيم برضو اللي موجود في إسراميك الابطرة برضو معروض زي مالك بيفكر فيه بقوة. محمد إبراهيم نفسه يعني بيشوف كل الخيارات اللي قدامه المتحق إيه. هو طبعا رجل زم الكاوت. زي ما نسا بيقولنا بيقول رجل زم الكاوت معروف طبعا. لكن في النهاية زي ما قال محمد إنه أنت بتتكلم دلوقتي الفرص المتحق قدامك. هل ده أم ده اللي هيقدر يعني يخش بشكل جدي هو اللي هيخلص. هيخد الصفقة بتاعتنا حمد إبراهيم. في كلامنا على الأهلي والزمالك أنا ما اسمعتش اسم إبراهيم عادل. لأنه صعب جدا أنت تدفع خمسة مليون دولار. إذا ما عليك أصلا ما بفكرش بإبراهيم عادل. طلاقا. الكلام كان في الأهلي ومهما كانت الصفقات التبادرية اللي ممكن تبرم. الأهلي مش هيدفع ثلاثة مليون أو أربعة مليون. بدليل هو ما دخلش في صفقة أشرف بن شرقي. لأن أشرف بن شرقي ثلاثة مليون يورو. آه جس النبض آه حصل مفاوضات من بعيد لبعيد. لكن العرض توقف عند نفس الرقم أو أكتر قليلا اللي كان بياخده علي معلول. وبالتالي كان صعب جدا أن أشرف بن شرقي حتى يضحي بالجمهارية والشعبية الكبيرة اللي خدها في نادي الزمالك وفي مصر. وهو أسكم أنه كان هو يوقع على نادي الأهلي. حتى إلا إذا كان المبلغ وصل للرقم اللي هو عايزه. وصل. كان مستحيل جدا. ثلاثة مليون دولار. وصلتش الرقم ده. الأهلي وصل لتنين مليون دولار. واثنين واحد من عشر مليون دولار بعد امتيازات إعلانية. هحكي لك بقى على السيناريو بتاع أشرف بن شرقي. فضل. أشرف بن شرقي جيه في فترة. كان فترة اللي هو الأداء الوحش اللي كان فيه. خناقاته ومشاكله مع نادي الزمالك. ومع مرتدى منصور أمير مرتدى منصور. وكان الجمهير خلاص مش حبة أشرف بن شرقي. وحس أنه هو بلواحهم في التجديد. في الفترة دي قعد مع النادي الأهلي. بالفعل. وقعدوا طلب منهم أنه هو ممكن يبقى فيه مفاوضات. وبالفعل كان فيه مفاوضات قوية جدا. واختلفوا وقتها على السعر زي ما زي ما بيقول. وبعد اللي باختلفوا على السعر في الجزئة زي كده. استنوا شوية. فعملوا هولد شوية طابل القصة مش عارف إيه. جيف ريرة تولى الفرقة. أشرف ترجع تقالك تاني. أمير مرتدى منصور نجح في أن يلم الفرقة من جديد. ويلم أشرف بن شاركي ويصالح عليه الجماهير ويصالح عليه مرتدى منصور. فبدأت القصة العلاقة بقى قوية. وبدأت أن أشرف بن شاركي حاسس أنه فيه أداء. ويمكن في الفترة دي وعادهم بأنه هو يكمل ويكمل ولعب ماتش الكاس. في الفترة دي خلاص بقى الزمالك بقى الأقوى. وعرض عليه أنه هو يجدد. بس كان ظروفه أنه كان مجبر لظروف اجتماعية أنه يسافر دبي. خاصة أنه خطبته هناك من دبي. فبالتالي خلاص هو ده الهدف بالنسبة له كان. في الفترة دي رجع تاني النادي الأهلي. أحد رجال الأعمال عرض على أشرف بن شاركي 3 مليون دولار. تمام؟ بالإضافة للفيلا في 6 أكتوبر. لكن ده أتكلم معه بالفعل مع شقيقه. شقيقه عرض الأمر على أشرف بن شاركي. الرجل قال لك هيبقى صعب بالنسبة لي. وخلاص وأنا للوقتي لو هلعب حبقى هلعب في نادي الزمالك فقط. ودي كانت الفترة اللي هو كان فترة الوفاق القوية مع نادي الزمالك. ويمكن هو قال لك أنا لو حتى حصلت مشاكل أو حصلت ظروف في الإمارات. أنا هرجع. ولو ما عجبنيش الوضع بعد 6 شهور أنا ممكن هرجع الزمالك تاني. وما كان استحال ساعتها أنه يقصر جمهور الزمالك. فبالتالي هو رفق بالفعل عرض الأمراضي. إن هو لو ما عجبوش الوضع في الجزيرة الإماراتي بعد 6 شهور هيرجع نادي الزمالك؟ ممكن. ممكن بشكل كبير جداً خاصة إنه هو حس إنه لقى نفسه ولقى رجع تاني في الفورما. وفريرا قدر يرجعه بشكل قوي. بقدر يلعبها كل مرة شهدف أو أسس. أو إنه هو بيقدر يخلي الفرقة تفوز. وبدأت العلاقة بقت قوية بعد ما كانت فيها مشاكل كبيرة جداً. ويمكن الخطأ هنا كان من نادي الأهل الفترة اللي هو كان واقع فيها. ماكملش وبدأ من خلص المفاوضات وخلص من البداية. ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10. يارب تكونوا استمتعتوا معنا. أشوفكم يا رب. على الأمر.